This knowledge is a matter of deen. Be careful who you take your deen from. ثم الذي أذكره أن يوم أمس افترقنا عن سؤالين وطلبنا منكم تحضير الإجابة والشيخ زاهد وعد بجائزة لإحسن إجابة أعكد أععدهم الشيخ عبد الله تعالى He says, first of all, he apologized for coming late, for the delay. He says, and I'm sure you would understand. And the shaykh says, what he remembers is that last night when we depart, we gave you two questions and we asked that you prepare the answers for those two. And as Zahid has promised, hafidahullah, that he has a prize for the best answer, for the correct answer. The shaykh says he wants to hear now the answers. Whoever has the answer, raise your hand. The one who remembers the question, that him, raise the hand. So, this means like nobody was here yesterday, you're all fresh? نعم أخونا عمر, فضل. آه شيخ عمر, فضل. أداة رصوب العباد من أداء حق الله عزيزي الله. إلا أن يعفو أحد حقوبهم. آي. هذا الشقة الأول. السؤال الأول. والثاني. الآن ونكمل حديثنا وبعدين. ما أعرف إيش مدام ما في حد يعرف السؤال. ربما سنعرف. I want the question right now. I want the answer. Do you have the answer? I want the answer. I know the question. I know the answer. I know the answer. I know the answer. Can you answer that question? لا, لا. أنا أظن أن أعطيهم السؤال ونعطيهم الجواب. آه. إلا أنت. So the shaykh says since you didn't prepare the answer, he's going to give you the question. إلا أنت. ألجائزة لي. So the shaykh will give the prize. إن شاء الله. ما شاء الله. بالإجماع يا shaykh. بالإجماع. ما في منافس. ما شاء الله. ما شاء الله. مع أن أعطيناهم يوم وليلة. آه حتى. So the shaykh says nobody competing against him now. He gave you all night and a day. ما شاء الله. السؤال الأول كان. أيها أشق. على الإنسان. أداء حق الله. أم أداء حق العباد. أيها أصعب. أيها أشق. أن نحن تحدثنا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أداء حقوق الله جل وعلا وأداء حقوق العباد. فقلنا أيها أصعب. هذا كان السؤال الأول. الجواب ولا تكمل وتشعر. أنا أسألهم صحبا. The first question he says what is more difficult upon a servant. Meaning you and me. What is more difficult to fulfill Allah's rights or to fulfill the rights of the servants of Allah. He says because remember we talked and we mentioned in the hadith the rights of Allah and the rights of the servants. Now the answer to that. الجواب أداء حق العباد أصعب وأشق من أداء حق الله تبارك وتعالى. ويذكر العلماء الضابط في هذا لأن حقوق الله تبارك وتعالى مبناء على التسامح على العافو على المغفرة بل أعظم من هذا على إبدال السيئات حسنات وأما حقوق العباد فالأصل فيها المشاحة والمخاصمة بل وتصل إلى العداوة والتقاضي والتقاضي كلها في مسألة الحقوق بين العباد يكفينا في هذا قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم أصرفوا أصرفوا في ماذا في الأخطاء ما أدوا الحقوق والإصراف معناها الإكثار قل يا عبادي يضيفهم الله تبارك وتعالى إلى نفسه جل وعلا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكذلك ما جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام ونكتفي بآية وحديث ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عبدا يأتي ربه يوم القيامة بذنوب كالجبال أخطاء أخطأ في حق الله ما في تقوى الله ضعيف التقوى ضعيف لذلك جاء بذنوب كالجبال ثم يعرضها عليه ربنا تبارك وتعالى يا عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا يقول بلى يا رب بلى وفعلت كذا يوم كذا بلى يا رب وفعلت كذا بلى يا رب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلتفت إلى الناس لأنه يستحي ذنوب كثيرة هل في أحد يسمع هذه الذنوب فيقول الله تبارك وتعالى عبدي سثرتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم ثم يؤمر به إلى الجنة يا عبد الله ذنوب كالجبال يا أخوان هذا حق الله وهذا هي المبنى الذي يبنى عليه حقه تبارك وتعالى فحق الله مبني على العفو والمسالحة بل والله كما ذكر العلم أعظم من هذا يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا صدقوا ونعرف جميعا قصة أنا قلت حديث واحد لكن بعد حديث آخر ما خالف أوكي عمر بن العاصر لما جاء يعنوا إسلامهم قال يا رسول الله قال نعم قال أتيت لي أسلم أنا جاي حتى ندخل في الإسلام قال بايع يا عمر قال علامه بايع قال تبايع على السمع والطاعة والصلاة والذكر الصلاة والسامع والطاعة والبر والصيام والجهاد قال هذا كله يعني لله ولك أنا إيش لي الله أكبر عمر عمر أخوان يعني كان يوصف بداهية العرب يعني الذكاء وأصلت إلى درجة الداهية فقال أنا إيش لي هذا كله لك أنا اللي أسمع أنا اللي أطيع أنا اللي أصلي أنا اللي أصوم أنا اللي أحج أنا اللي هذا كله أفعال عليه إيش في المقابل ماذا لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الجنة الله أكبر قال لك الجنة قال يا رسول الله أبايع وأشترد هذا عمر قال ماذا تشترد إيش الشر قال يا رسول الله لقد فعلت في جاهليتي وأذنبت ما لا يعلمه إلا الله عندي ذنوب كثيرة جدا هذه وين تروح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله أما علمت أن التوبة تجب ما سبحان الله إذن أخوان الإسلام يجب ما قبله الذنوب كلها راحت والتوبة تجب ما قبلها تجب ما قبلها ثم أنزل الله تبارك وتعالى في إلا من آمن أي يبدل الله سيئاتهم حسنات أي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال يا رسول الله يبدل الله السيئات اللي عملناها حسنات قال نعم قال والله لو علمنا لأكثرنا لو كنا نعرف كان كثرنا من السيئات لأن كثرت السيئات الآن راح تصير كثرت كثرت حسنات هذه العلاقة بين العبد وربه يا أخوان وأما العلاقة بين بين العبد والعبد مشاحة تطلبه دولار مثلا وتروح تعطيه نصف دولار يقبل قال دولار واحد مشاحة آفي وإذا تأخر تمكن يشتكي عليك ولا لا ها لا شك يقاضيك في المحكمة فالأصل في العلاقة والحقوق بين العباد المشاحة والمنازعة والمخاصمة والمقاضات يريد حقه لذلك لا شك أداء حقوق العباد أصعب بكثير جدا من أدائي حقوق لما لأن ربك رحيم ويتسامح ويعفو بل يبدل السيئات إلى حسنة أما فلان وفلان وفلان لازم يأخذ حقه ريت مئة بالمئة فضل السلام عليكم وبركة بيكم So in answering that question the Shaykh says fulfilling the rights of the servants is more difficult indeed than fulfilling the rights of Allah سبحانه وعلى وعلى it is our normal start they mention how to understand this because when it comes to the rights of Allah سبحانه وعلى they are built on forgiveness Allah forgives the servants let them go they fall short in his rights and they turn to him with repentance and Allah سبحانه وعلى forgive them right away he says actually there is more than this for certain people Allah سبحانه وعلى exchange give bad deeds and evil deeds to good ones the Shaykh says as for the rights of the servants it is built upon you get to give me my things right away if you take something from me you're going to give it to me back he says sometimes it leads to enmity sometimes people take people to the court to the judge to get their rights he says but as for the rights of Allah سبحانه Allah is the magnificent the merciful and he mentioned the ayyans surah when Allah says say oh my servants who they wronged themselves not just once or twice constantly wronging themselves and doing them the shaykh says this is not a person who just once a while they wronged themselves and they fall into evil they do it constantly still Allah tell them despair not from the mercy of Allah for indeed Allah forgives all the sins so the shaykh says also look pay attention to this ayah Allah when he mentioned these sinners who they don't just sin once a while but all of the time he says ya ibadi all my servants he has mentioned them with his name and coupled with his he says that mention that Allah forgives their sins the shaykh he says also as he comes in the hadith and he says insha'Allah we're going to bring you one ayah and one hadith tonight insha'Allah we'll keep it simple he says that his servants came on a day of judgment and he has a lot of sins a lot of evil he committed a lot of evil and he wronged himself he has evil deeds like mountains he has wronged himself he says he is a person because he was weak in taqwa he didn't fulfill the taqwa he was so weak so that's why he wronged himself in a manner that his evil deeds like mountains and Allah presents those deeds all of them in front of the servants and he asked haven't you done this and this on this day he says indeed my lord have you done this and this and this day indeed my lord then that person turns and look at the people he feels so shy that the people may hear his evil deeds but Allah told him I covered you I covered up your sins in the dunya and I am not going to expose you in this day and he allowed him to enter Jannah Allah He says so you understand from this that the rights of Allah is related to forgiveness Allah is generous He forgives He says even though it doesn't matter how many sins that the people may bring He says I will mention to you even for certain people their sins will turn to be good deeds The Shaykh says we mention one hadith but we gonna mention another one if Allah He says the story of Amr I Al-As when he came to accept Islam and he came to the Messenger of Allah and said to him I am here to accept Islam and to be Muslim The Prophet extend your hand for Islam for the Bayah He said to the Prophet said to him being a Muslim you have to hear and obey the commands of Allah and the commands of his Messenger you perform the prayers you do good stay away from evil you fast perform jihad and the like Amr I said to the Prophet All of these that we have mentioned is all for Allah and for you rise that way to Allah and to you as the Messenger of Allah what's in it for me I'm willing to do all these things I want fast pray jihad to all of these things but what's in it for me Shaykh said Amr ibn al-As they call him very smart very intelligent person he said so therefore he thought about this what's in it for me the Prophet and he said to him you will enter to the Jannah that's what is for you you do this and for you is the Jannah then he said okay I want to enter to Islam but with a condition he said this is Amr al-Bur'as he said with the condition we met in the of Allah what is that condition he said to the Prophet in jahiliyyah meaning before Islam I have wronged myself I have done lot lot bad I committed lot evil and does Allah willing to forgive me all this then the said to him oh Amr don't you know that Islam wipe out all that which came before it destroy everything that came before it and the Shaykh said also the Prophet said don't you know that the Tawbah I asked the Shaykh he said the sincere Tawbah not any Tawbah the sincere Tawbah Shaykh says no doubt the sincere Tawbah wipe out all the sins the Shaykh says yes you become a Muslim sins are gone they wiped out likewise the Tawbah the sincere Tawbah he says remember the ayat in surah al-furqan when Allah says those who do not kill and those who do not fornicate and do this and do this Allah says except those who repents and believe and do righteous good deeds such people Allah will exchange their evil deeds to good deeds Allah Akbar Shaykh says yes then he says have I known this ayah I will certainly commit a lot more evil deeds the Shaykh says as for the rights between the servants and themselves and you don't see this kindness gentleness forgiveness mercy he said if you borrow a dollar from a person and then you bring him half of a dollar he not going to let you go he is going to tell you what is the rest he may even fight you he may even complain against you and take you to the courts he may talk to others so this this the difference the rights of allah if you turn to him with repentance and ask for forgiveness you find allah merciful ready to forgive you and in certain cases he will exchange those bad deeds to good ones as for the people is another story السؤال الثاني كان السيئة في حق الله جل وعلا أخطر أم السيئة في حق العباد أخطر وش الجواب شيخ سيئة the second question was now what you can you forget the question the shaykh made because we stayed until 11 30 and they were asleep already they didn't hear me shaykh trying to find excuse for us why the shaykh says now when you when you wrong yourself as right of Allah it is more dangerous or when you wrong one of the servants of Allah service of Allah when you wrong service Allah Allah قال يعني السيئة في حق الله أخطر أخو إحنا مدام شرحنا هذه الجواب بس الثاني واضح يا أخوان أخوان لا شيء يعني باعتبار النظر النظر إلى ما هو حق لله تورك وتعالى لشك أعظم لكن بالنسبة لبقاء التبعه بهذا الاعتبار احنا نتكلم أخطر على العبد السيئة يقولون في حق العباد أخطر النتيجة الكلام الأول والسؤال والجواب الأول هذه نتيجة لا شك الحمكم الله يقولون انظر إلى مثلا التوبة أنت أسأت في حق الله توب إلى الله صحيح؟ أسأت في حق فلان فلان توب التوبة التوبة في حق الله كم لها؟ كم شرط لها؟ ثلاثة اجهي توبة والاستغفار الندم والإقلاع ثم العزم على عدم الرجوع التوبة في حقوق العباد كم لها؟ أربعة تزيد هذه الثلاث كلها زائد رد المظالم إن كنت قد شتمته تروح تطق الباب عنده في البيت تقول بليز بالانكسار أنا في يوم من الأيام شتمتك لا بليز سامحني إذا قال سامحتك الحمد لله إذا قال لا لا أسامحك أريد حق يوم القيامة مصيبة فشف حق الله عز وجل فقط ثلاثة وخلاص راحت هذا لا لابد من الاستئذان تقول له مثلا سرقت منك كذا يقولك أوه سرقت جير لا بليز سامحني لا ما في سمع جير لا يمكن أن يسبك لا شيء فالتوبة في حق العباد شروطها وأركانها ومقتضيات تزيد على التوبة في حقه في حق الله جل وعلا هذا ما ذكره العلماء وذكروا أيضا أن الخطأ في حق الله عز وجل أنت يمكن تنسى يعني تذنب في حق الله وبعدين نسي ما قلت يا الله اغفر لي ما في بس الحسنات اللي بعدها تمحوها بدون ما تقول ها إن الحسنات يذبنا السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها لكن حق العباد لا مهما تعمل من الحسنات لا بد أن تستأذنه فيما أسأت فيه إليه ولا بد أنه يسامحك فإن سامحك الحمد لله وإن ما سامحك مصيبة مصيبة رح تبقى عليك إلى يوم القيامة ومما ذكره العلماء أيضا لأنه كثير من الناس يقول أنت أسأت إليه وأنا الآن سامحك يعني مثلا تضربه أو مثلا تكسر باب بيته تكسر سيارته تضرب سيارته بعدين سوري 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 يعني يش يدخلنا بجيب مثل ما يقولون عندنا يعني كلمة آسف ون أصرفها من يشتريها ما تمشي في الأسواق يشتعال لذلك الإساءة في حق العباد لا شك أمرها عظيم خطير جدا ما تمحبس بالحسنات لا بد فيها من إذن وعافو ومسامحة من أخطأت في حقه على التفصيل كما ذكر العلماء بل هي النصوص الشرعية وأيضا يقولون في باب حق الله جل وعلا في باب حق الله جل وعلا السيئة بواحدة والحسنة بحشر هذا عشر يعني أقل شيء عشر أكثر أكثر إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لكن في حق العباد والله الدينار الدينار ما فيه والدولار بدولار لو قطعت أصبعه يقطعون أصبعك ما فيه لو كسرت له سن ها يكسرون لك سن ما فيه ما فيه هذه بواحدة وهذه بعشرة لا لا الواحدة بواحدة والعشرة بعشرة ما فيه لذلك السيئة يقولون في حق العباد لا شك أخطر يا عبد الله ومما ذكروا أيضا وأعظم الأدلة على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة أتدرون من المفلس المفلس قال الصحابة المفلس مننا من لا درهم له ولا دينار لا درهم ولا دينار قال لا المفلس من أمة الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا شف مفلس وليس في باب حق الله كله في باب حقوق العباد يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وظلم هذا ثم يأتي يوم القيامة عنده أعمال عنده حسنات لكن عنده أيضا هذه المظالم والسيئات في حقوق العباد ثم يأخذ من حسناته وتعطى لمن للمظلوم فيأخذ من حسناته وتأخذ به حتى لا يبقى له شيء ثم يكب في النار والأياذ بالله ما في تسامح يا أخوان وما يوم القيامة ما رح يقولك خلاص أنا الآن سامحته لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من كان لأخيه عليه حق ها فليتحلل منه في الدنيا لأن ثم ثم يعني يوم القيامة المقاضات كلها بماذا بالحسنات تأخذ من الحسنات وتعطى للمظلوم حتى يرضى وهل رح يرضى بشوية حسنات لا نفسي نفسي كل يريد الحسنات يوم القيامة هذا هو المفلس يا أخوان هذا كله في باب حقوق العباد وأيضا ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء في الحقوق الحقوق بين العباد أول التقاضي يكون في إعطاء حقوق العباد ورد مظالم العباد فحقوق العباد لا تغفر والعبد إذا ما سامحك في الدنيا يوم القيامة ما يمكن يسامحك لأنه بحاجة إلى إلى الحسنات وكما ذكر العلماء في حديثنا أيضا فيه دليل وش حديثنا تعرفون ها ما هو حديثنا حديث معاذ وحديث أبي ذر ها اتق الله حيث ما كنت إن أخطأت في حق الله فأتبع السيئة الحسنة تمحها وإن أخطأت في حق العباد كذلك أتبع السيئة الحسنة تمحها ولكن ما يكفي يقول لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم زاد قال وخالق الناس إساءة بخلق حسن فتتبعها بالحسنات وتخالقهم بخلق حسن يمكن يعفو عنك ولكن في باب حق الله جل وعلا فقط أتبع السيئة بالحسنات واتق الله وتب إلى الله وكلها تعفى لذلك الإساءة في حق العباد ليس أمرا هينا وهذا الخطأ بأخوان لنا جميعا للزوج مع زوجها للزوجتي مع زوجها وللزوج مع زوجته مع أولاده مع أهله مع أرحامه مع جيرانه مع المسلمين عموما بل ومع الكافرين وحتى مع ها إيش قلنا أمس قلنا مع البهائم يعني حتى البهائم لها علينا حقوق يا عبد الله لذلك نتق الله تبارك وتعالى ونؤدي الحقوق لذلك يقولون طوبى لمن خرج في من الدنيا ها وليس عليه لأحد حقا هذا السعيد هذا هو السعيد نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم نعم الله عليك شوي لكن الله يعنينا but now I want you to understand one thing that the rights of Allah no doubt are greater than the rights of the servants the rights of Allah are greater than the rights of the servants but now here we are talking about when it comes to the end results of committing that sin if you commit it as related to the rights of Allah or as related to the rights of the servants there is no doubt committing it as related to the rights of the servants is more dangerous he says look for instance a توبة if you make a توبة for instance as related to one of the rights of Allah you wrong yourself one of the rights of Allah you didn't fulfill them properly you neglect them you make توبة how many conditions three conditions you feel sorrowful you ask Allah for forgiveness that's one they come together then number two you have to give up the sin immediately stop it and number three you have to be determined not to go back to it not to go back to it and do it again he says but repentance now as related to if you neglect or wrong one of the rights of the servants four not just three this three plus one you have to make it up for those people that you have oppressed and you have wronged the shakhi gave some examples you abuse someone you mention him with names and you talk to him in a bad way and the like he says if he wants to benefit from this you have to go and knock at his door in the house you have to humble yourself in a very kind way and ask him to forgive you say to that person I said this and this about you please forgive me he says if that person say mashallah I'll forgive you he says praise Allah for that but if he says no way I'm not forgiving you I want my right to be given me on your Qiyamah he says that's a calamity for you indeed if the man tell you I'm not forgiving you here I'm going you may even be very rough and harsh would you since he says that I have stolen for me and the like so the sheikh he says when he comes to the Tawbah as a right to the servants of Allah if you wrong them then you have to do those three plus four the sheikh he says also our people the scholars they says when you're wrong yourself as a right to the rights of Allah you may forget you may commit a sin as a right to the rights of Allah and you forget about it and you didn't ask Allah for forgiveness you didn't make Tawbah you didn't say oh Allah forgive me what happened in this case still that sin may be forgiven how? if you do good deeds as Allah tells us in the Quran indeed good deeds wipe out the evil deeds and also the Prophet he tells us follow the evil deed when you're committing with the good one you wipe it out he says but when you're wrong a person it doesn't work like this you may perform many good deeds you still have to go and talk to the person you still have to go and talk to him and ask him for to forgive you he said if he don't forgive you that will stay on you until the day of your judgments so the Shaykh He gave another example he says you may broke someone's door someone's car and the like and you go to him and say I'm sorry the Shaykh he says sorry wonderful I'm going to put in my wallet the Shaykh he says as they say in my country he goes and says sorry he said no bank take that sorry I can't cash it the Shaykh didn't say the bank he said you can't cash the sorry I'm not going to cash it and benefit from it so the Shaykh He says so therefore it is very important to pay attention to this I know you're coming بعد المغرب عليه تعرفون يعني رصيف ومسكر علينا جلسنا معاه ربع ساعة نوصلك للبيت قال لا سيارتي يحتاج بكر الفجر المسكين جلس تقريبا قرابة ساعتين ساعتين وارتجل تعبان وجلس في البدي حق الوانيت يعني ينتظر هذا قلنا بعدين ايش حصل هو يقص القص في الصباح يقول جاء واحد كذا يعني لابس الرجل هذا تعبان مسكين ملابس وكذا وجاء رأي السيارة هذه لابس جميل وان الشباب هؤلاء فلما جاء قال عمي آسف متأسف سامعني قال اوكي نزل من السيارة قال انت آسف قال نعم قال يقول تعجق يقول قلب مليان يقول وعطيه الثاني وعطيه الثالث يقول قلت له وانا آسف شم سياتك يلا أنا وآسف الشيخ he says he remembers a story that took place in Medina in a parking lot in Medina the parking lot of the masjid of the prophet صلى الله عليه وسلم he says once we we parked our cars over there and there is this this man a regular man وعطيبين على السلاحيين على السكين وعطيه الشيخ he just correct me he said this is actually one of our brothers سلاحي الحمدلله nice guy but this brother he says he works a lot from fajr he works in a market place his sales produce and the like he says so imagine every day he do that so when he come to the salat from Maghrib to the prophet's mission he is tired very tired he says so much so that he was so tired that he told them one day when he came from Maghrib and he was waiting for Isha he said to himself I am going to take advantage of this time I am going to pray winter right now because I am very tired and I am going to go to sleep after Isha and he did he prayed winter before Isha so that he can go to sleep straight after Isha he says look now ابتلا test from Allah he thought he is going straight home but he went to the parking lot he found out he was blocked by somebody and he is stuck he can go nowhere that is the only way out for him here is this car right in front of him the mashayikh he said we told him don't worry it's okay let's take you home inshallah tomorrow he says no I want my pickup truck he has like a pickup truck he said I want it because I got to use it early in the morning so he went there he said I am going to wait for this person he says like as he narrated him the story next morning he told him he waited for a couple hours for that person here this nice looking young man coming you know all happy he says that's you this new car he says yes oh I'm sorry uncle he says look now our brother we are talking about he is just wearing like clothes of a merchant the other young man he is coming all handsome and looking nice he said I am sorry uncle I am sorry I am sorry I am going to move it right now he says oh you are sorry for real he strikes him the jab once twice three times he said well I am sorry now too he said now I am sorry too for that so we go back here as in summary here the shaykh he says so it is very important when we deal with the rights of the people keep in mind this they may not forgive you in this life and if they don't that is a big problem for you it is a very very big problem for you he says look also when you deal with when you commit an evil evil deed a sin is one a sin for sin but when you perform a good deed the least you can get is ten reward ten times to seven hundred to more he says but with the people they are not going to let you go if you took a dollar you give it a dollar he says if you cut his finger they are going to cut yours if you broke his tooth yours will be broken for him so that's very important for us to remember these things he said here he said that's why they say he is real in ruin and destroy the one who his sins who were counted as one for one they be more than his good deeds and they were judgment that he used to get at least ten or more than that so he said he mentioned the hadith of the prophet once he said to the companions do you know who the bankrupt the muflis he says the one who doesn't have no currency no dirham no dinah he says no the bankrupt from the ummah is the one who come on Yawmul Qiyamah he says but he came and he has wronged the people many people abused this one take the money of this one with no right strike this one wronged and oppressed the other he says keep in mind this person he will come and he has good deeds has very good deeds but the but the the things will be settled in this matter on that day no money no forgive me no I'm sorry he will be taken from people will be taken from his good deeds the shaykh he says until he will be no good deeds for that person he will be driving his face to the fire he says nobody forgive people in this Yawmul Qiyamah in their forgiveness nobody let people go on a day of a judgment the other hadith he says the Prophet he says if someone wronged his brother he has to ask forgiveness he go to the person and ask him to forgive him in this dunya before the day of justice he says because on the Yawmul Qiyamah the only way that these affairs will be settled is through good deeds and bad deeds he says you think someone will be pleased if he is given a little bit of good deeds no everybody is interested for more likewise he says the Prophet he mentioned the first things and the marriage that be settled between the people as well to this dispute in the bloodshed in their bloods so the Shaykh says the rights of the servants are not to be forgiven unless if that person that you have wronged forgive you and let you go if he forgive you in this dunya it's a good thing for you if he doesn't it's very bad for you very bad for you the only way that that person will come and be satisfied is by taking your good deeds the Shaykh says as we mentioned in the hadith of yesterday if you remember the hadith the hadith of Mu'ad and Abu Dhar taqillah fulfill the taqwa by acting upon the commands and staying away from the prohibitions as legislated by Allah subhanahu wa ta'ala whatever you may be and follow an evil deed with the good one and leave with the people in a manner in a good manner with the etiquettes the Shaykh says so once again when it comes to the rights of the servants it is not enough when it comes to the rights of Allah yes you follow the evil deed with the good deed that's enough but when it comes to the rights of the servants the Prophet he adds something else you have these manners and the etiquettes he says yes if you're kind and gentle then he may forgive you as for the rights of Allah just do good deeds it will be enough the shaykh says this advice is for all of us for me and you for the wives to be good to their husbands the husbands to their wives both spouses to their children that we be good to our neighbors to our family members to the Muslims in general even the non Muslims the shaykh as we mentioned yesterday even animals they have rights over us we have to fulfill this taqwa of Allah and fulfill the rights of Allah and the rights of the servants he says the healthy person is indeed the one who lived his dunya without no one have any rights over him alhamdulillah 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 النبوية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه حديثنا بالأمس ذكرنا أنه يتضمن وصايا ثلاث الأول تقوى الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات والأحوال والثاني علاج ما يعتري تقوى الله من التقصير والنقص والزلل والخطأ والعلاج يكمن في إتباع ما يكون من السيئات بشيء من الحسنات فالحسنات كما جاء في شرعنا تمحي السيئات بل لقد زاد كرم ربنا تبارك وتعالى وفضله جل وعلا على الخلق والعباد أن تبدل السيئات السيئات ويذكر العلماء أن التخلق بالأخلاق والتزام السلوك الحسن والخلق الرفيع ليس بالأمر السهل بل يصعب كثيرا لذلك ذكر علماؤنا رحمهم الله أن الخلق الحسن والمداومة عليها من أعظم خصال التقوى يعني رجعت الوصية الثالثة إلى الوصية الأولى أعظم خصال التقوى أن تخالق الناس بخلق حسن يا عبد الله سبحان الله تقوى الله في خلق نعم تقوى الله في أن تخالق الناس بخلق حسن بل ذكر العلماء أنها شرط لها وهذه أصعب يعني الخلق الحسن شرط من شروط التقوى فكأن التقوى لا تصح وليس المتقي صادقا في تقوى إلا إذا تخلق بمحاسن الأخلاق والتزم مراتب المعالي والسمو في السلوك والتخلق مع الخلق والعباد ويذكر العلماء أن في قول نبينا عليه الصلاة والسلام وخالق الناس أي جميع الناس جميع الناس من بينك وبينه صلاة رحم نسب قرابة مصالح المسلم الكافر الصغير الكبير حاكم حاكم المحكوم لا شك لا شك لو تدبر العاقل هذا الأمر يدرك ما ذكره العلماء أنها من الأمور التي تشق كثيرا لذلك ذكروا وذكر بعض السلف رحمهم الله أن الجمعة أن الجمعة يعني كون الإنسان يجمع بين أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد عسير جدا وعزيز جدا عزيز أي قليل لا وجود له وجوده قليل جدا وذكروا أنها من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك هذا خلق الأنبياء ولا شك أن العبد إذا أراد أن يتخلق بأخلاق الأنبياء ممكن ولكن كونه يستمر عليها طيلة حياته فلا لذلك نعتني بهذه الوصية عناية عظيمة جدا يا أخوان وكما ذكر العلماء أنها شر في التقوى وذكر بعض العلماء أنها علامة على صحة التقوى تبيعرف فلان على التقوى أنظر إلى أخلاقه وسلوكه وبهذا يتبين أيضا صحة مذهب أهل السنة والجماعة يا أخوان في تعريف الإيمان وجعل الأعمال داخله في مسمى الإيمان فالتقوى محلها القلب ولكن ولكن العلامة في الأعمال قال إذا أردت أن تعرف صدق المتق وصحة تقوى انظر إلى أخلاقه وأعماله وسلوكه أخلاق أعمال فهذه علامة بل والله داخلة في مسمى التقوى كما ذكرنا ومن شروطها وأركانها وعلاماتها أيضا لذلك نعتني بها عناية عظيمة وأقوال العلماء وأوصاف العلماء في باب الخلق والإحسان إلى الخلق والعباد والإتقان في المعاملة أقول أوصافهم لها كثيرة جدة بل كثير من أهل العلم ذكروا أنها من أعظم الأدلة على كمال الإيمان في القلب القلب يتضمن الإيمان القلب والإيمان محله القلب ولا شك ولكن الأعمال والخلق هي العلامة على كمالها نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها صلى الله وإليكم صلى الله our بلور الشيخ حفر تعالى says what we're going to do now we're going to continue bringing to you the benefits from the hadith we have mentioned yesterday so that we may adorn ourselves with the proper etiquettes that are mentioned in this hadith so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who when they listen to these golden advices especially those that are mentioned in the prophetic narrations that they may be from those ones they listen to which they follow immediately he says yesterday we mentioned to you that in that hadith it comprises three advices the first advice taqwa Allah in all times and all cases and situations the second advice the cure for the mistakes negligence and the wrongdoings it says this cure is in when a person commits sins wronged themselves they for sure then they should perform good deeds follow those evil deeds with good ones as he has we mentioned to you in our beautiful legislation of Islam that the good deeds wipe out the evil ones and this shows the karam of Allah his generosity and his favors and bounties upon his creatures Allah added even more that Allah will exchange the evil deeds of certain people to good ones if those people are truthful when they make a tawbah and when they turn to Allah with repentance the third advice and that's what we're going to begin our talk tonight inshallah ta'ala is the statement of our beloved prophet when he says and deal with the people when you're dealing with them with a good manners while having a good etiquette he says our scholars rahimah Allah they mention that for a person to adorn himself with the etiquette of Islam and to abide by the morals of Islam this is not something that is easy this is something he says that is very very difficult he said that's why we find that our noble scholars they mention that good manners to have good manners and to be consistent upon it it is from the great things that shows that the person taqwa is correct and sound the shaykh said this means now this third advice went back and get connected with the first one in the hadith he says taqwa Allah yes the ulamah the scholar they mention that it is a condition for a person taqwa to be sound and be truthful in his taqwa that one of the condition is that the person has to adorn himself with the good manners of al-islam shaykh says this is a very very serious condition here from the condition of taqwa he says you should understand from this statement of the rama that the taqwa is not sound unless if that person is truthful and that which shows his truthfulness if he adorned himself with the good manners and the etiquette of al-islam keep in mind that the manners of al-islam and the morals and the etiquette will raise a person with his lord and also with the servants he says our noble scholars they mention as related to when the prophet when you deal with the people he says all the people those including those that of your kin your family members your heirloves those people that you have some benefits maybe your partners and the like the muslim the non-muslim the youth the elders the ruler those who have been ruled the shaykh he says no doubt if the one who has a sound mind reflect and ponder upon the statements in the gulamah he will find that yes this condition is very serious to adorn oneself with the good manners of al-islam in all times he says some of ourselves they mention that a person we he act upon the rights of allah and fulfilled the rights of allah and the rights of the servants he says it's rare when you find a person like this it's rare he says almost impossible and it is very difficult when you find a person that fulfilling allah 's rights and the servants of rights in the same time he says this is no doubt from the characteristics of the prophets says no doubt he says yes you may find a person who wants to adorn himself with the etiquette of the prophet yes he may act upon some of them but to be consistent upon it for the waste of his life no it's not like that the shaykh says it's very important this advice that is comprising this hadith we should give it a great importance because it is a condition that shows the truthfulness of a taqwa of a person and soundness of it he says if he wants to know a person to be sound in his taqwa look at his character look at his etiquette he said that's why you will find from the many things that prove to the correctness of the minhaj and the soundness of the minhaj of sunnah and jama'ah that they consider taqwa from iman to be from iman and that the person who is more taqib to be truthful in his taqwa he says that should be shown through his good manners and through his actions he says so therefore it is very important the statements and descriptions of our noble scholars in this chapter that we deal with the good manners and to be kind and nice to the servants of Allah and how you deal with them with kindness are many he says adorn in oneself with good manners it is considered from the greatest proof that the person's iman is complete that iman that is in the hearts he says yes the iman is in the heart but the actions and the good manner point out to the correctness and soundness and the completeness of the iman the shaykh says we ask Allah to make us successful to achieve all of this and came in the day and and in in the south then naad ya ayyuhal quawm ya ayyuhal quawm ha tfet an abu huraira رضي الله عن فجاء نعم قال ما بالكم اشغلتكم الاسواق وميراث محمد الميراث ميراث محمد يوزع في مسجده قال ومتى قال الان راحت الناس تجري تركت السوق راحت للمسجد فكروا ميراث هلوس لا ما فيه كان العلم كان القرآن كان السنة فهذا ميراثه عليه الصلاة والسلام وكلما كان حظ العبد من الميراث اعظم كان قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام اكبر لان الميراث يتعاظم بالقرب والصلة والعلاقة لذلك نعتني بهذا الامر عناية عظيمة يا اخوان لانها هي الاصل وفي هذا اول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه وانك لعلى خلق عظيم خلق هذا محمد عليه الصلاة والسلام بل بالله هكذا الانبياء جميعا وقد قص الله عز وجل علينا في قصص الانبياء ليس حديثا يفترى وإنما لنتعظ ونعتبر وكما هي الوصية لرسول الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هم القدوة أخلاق فلنعتني بهذا الجانب أخوان لأنه هو الأصل بل مما ذكره ربنا تبارك وتعالى في أخلاق نبينا أنه ذكر خلقا يتعلق بالكفار فانظر كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع الكفار نقرأ قول الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لا إله إلا الله يقول العلماء الخطاب يتضمن التودد إلى محمد عليه الصلاة والسلام يعني خفف على نفسك يا محمد لأنك كأنك تريد أن تهلك نفسك من حرصك على هؤلاء في إدخالهم في الإسلام وتتأسف إذا لم يدخلوا أسفا عظيما يكاد يهلك هذا الأسف صاحبه فخفف يا محمد خلاص لأسلم أسلم لما أسلم لكن هذا خلق نبينا عليه الصلاة والسلام هم عظيم حتى في الكفار في إدخالهم للإسلام فإذا لم يدخلوا تألم وتأسف واهتم واغتم فأين نحن من هذه الأخلاق لا أقول مع الكفار والله مع أقرب الناس إلينا أن نحرص على هدايتهم وعلى دخولهم في الحق والتزامهم الحق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا بحاجة إلى تدبر يا أخوان يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت إنما حصر وتوكيد يحصر ماذا يحصر مهمة البعثة ويؤكد أن مهمته في بعثته يعني بعثته صلى سلم كلها ما العلة فيها ما الحكمة منها ما المقصد منها قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وين التوحيد وين الصلاة وين العبادة هذه تعوم يا أخوان إنما بعثته نحن نعرف الآن لو سألنا إيش العلة من بعثة النبي صلى سلم إيش العلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وبعث الأنبياء ها الدعوة إلى التوحيد طيب وكان النبي صلى سلم ما قال هذا قال إنما أبو عزدو لأتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق تعوم التوحيد التوحيد من مكارم الأخلاق أخلاقك مع الله تبارك وتعالى علاقتك مع الله هذا التوحيد أخلاقك مع الأنبياء من مكارم الأخلاق أخلاقك مع الكتب مع الرسل أركان الإيمان كما قلنا يوم أمس كله على الترتيب أخلاقك وسلوكك مع الصلاة اعتنائك بالصلاة من حيث الأوقات والشروط والأركان والواجبات والسنة هذا خلق هذا خلق يا عبد الله فالأخلاق تعم أركان الإيمان أركان الإسلام وتعم العلاقة مع العباد مع الناس إنما بعثت لأتمم مكارم يعني في مكارم وهو يريد أن يتمها إتمام المكارم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ومما يذكر ونختصر قليلا حفاظا على الوقت حتى ما نسهركم في كما حصل في الليلة الماضية مما ينبغي أن نتدبره دائما قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون ها إنما تحصر وتؤكد فهل يا عبد الله شعرت بهذه الأخوة مع أهل الإيمان إن كنت شعرت فأحمد الله انظر إلى أي واحد يمينك يسارك كنت فعلا تشعر أنه أخ لك لم ترده أمك هذا قول الله جل وعلا المؤمن لا بد أن يشعر بهذه الأخوة طيب وإن لم يشعر يروح للمستشفى مريض فيه مرف فيه بلع بل يقول العلماء ذكر الله عز وجل أبلغ من هذا أكثر من الأخ نعم أكثر من الأخوة طبعا الأخوة لها حقوق لها شروط لها علامات يقول العلماء ذكر الله عز وجل بين أهل الإيمان أبلغ من الأخوة وش أبلغ من الأخوة قالوا قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سبحان الله الولاية ما هي ها الولاية حب نصح حرص رحمة شفقة كل شيء فلابد أن تستشعر الولاية بينك وبين أهل الإيمان نعم إذا عنده تقصير في الإيمان شأنك لكن إذا ما تعرف أنه عنده تقصير في الإيمان لا بد أن تستشعر هذه الولاية لذلك يقول العلماء انظر إلى من صدق في هذا الباب من الذي صدق في هذا الباب أخوان الرسم النبي محمد أول أعظم الناس يعني صدقا في هذا الباب محمد عليه الصلاة والسلام لذلك لنا فيه أسوة حسنة ثم أصدق الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أذكر أذكر شيئا قليلا عن محمد ثم عن الصحابة مثل ما قلنا المقام مقام اختصار وإلا والله ينبغي هذه المواضيع تكون دائما حديثنا يا أخواني لعل الله سبحانه وتعالى يلين هذه القلوب ويهذب هذا السلوك والأخلاق الذي فينا شوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشرات من الصحابة يا أخوان ذكروا أنه وسع الناس الناس بأخلاقه سبحانه الله يعني أخلاقه مع الناس يعني لف حولهم الخلق وسعهم فكلهم دخلوا في كنفه يقول أبو هريرة وغيره وعائشة فكان والله الأب الرحيم للناس جميعا والأخ الشفيقة للناس جاء سبحانك ربي هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يا أخواني مع الصغير مع الكبير مع النساء مع الرجال مع المؤمنين مع الكافرين سبحانك ربي والله ما قدم نسبا هذا قولهم قول الصحابة في النبي أقوال الصحابة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ما قدم نسبا ولا سببا في علاقته مع أهل الإيمان أبدا يا أخوان ونعرف جميعا كيف كان مع أبي بكر الصديق وماذا قال لأرحامه بدأ بفاطمة يا فاطمة اشتري نفسك لا أبني عنك من الله سبحان الله بحمكم الله ثم بدأ بأرحامه جميعا هكذا نعم لا يقدم نسبا ولا سببا يعني مصلحا في علاقته مع أهل الإيمان والإسلام أبدا الأصل الإيمان والإسلام هكذا كان نبينا كلمة أختم بها عن عبد الله بن مسعود وأدلتها وعلاماتها كثيرة يقول والذي نفسه بيده هذا عبد الله بن مسعود يقسم يا أخوان يقول والذي نفسه بيده إن أمر محمد كان بينا لمن رأاه يعني بمجرد ما يجي الإنسان ويشوف محمد وينظر إلى محمد ويرى محمدا كيف يتعامل كيف يفعل كيف يقوم كيف يجلس كيف يأكل كيف يقول كيف يتكلم يكفي يعني شنو يكفي لدخوله في الإسلام ولخضوعه لأمر محمد عليه الصلاة والسلام بمجرد الرؤية لكن بقلب متجرد بقلب متجرد وهذا الذي حصل لذلك لذلك كانت قريش إذا جاء وفد من العرب من الجزيرة من غير أهل مكة يحاولون جهدهم أن يحولوا بينهم وبين رؤيتهم لمحمد بس يخبرون يقولون عندنا واحد كذا ومجنون وفاعل لكن يمنعون الرؤية لأن الناس إذا رأوا هذه الأخبار كلها نطلوها وراء يا أخوان الدليل على كلام ابن مسعود أذكره في قصة إسلام عمر نعرف جميعا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء لزيارة أخته فاطمة طرق الباب فاطمة متزوجة فاطمة بنت الخطاب أخت عمر فجاء عمر يزورهم على العادة فلما دخل إن زوى زوجها يختبئ من عمر عمر لأنهم إيش دخلوا في الإسلام وعمر ما يدري فاطمة وزوجها دخلوا في الإسلام وعمر وعمر ما يعرف لا يعلم فالزوج اختبأ قال والله أنت واخوت ها شأنك فلما دخل شاف لا فاطمة غير قال ها قالت والله يا عمر أسلمت مع رسول الله مع محمد هكذا كانوا يقولون ها في بيت ابن الخطاب يعني الإسلام وصل إلى بيت ابن الخطاب لأنه طبعا كان شديدا كما نعرف في الأول يعني الإسلام جاء وانتشر حتى دخل بيت ابن الخطاب بسببك أنت فقالت بقول لين هي يا عمر اذهب إلى محمد أنا ما أبي منك شيء إلا بس أنك تروح عند محمد غضب غضبا شديدا وخرج غاضبا يريد أن يفجر هذا الغضب في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها وأين هو قالت إنهم يجتمعون في بيت الأرقم ما يعرف عمر فنهب إلى مكان الاجتماع وطرق الباب وينادي بأعلى صوته صوت عمر كان صوتا عظيما كل الصحابة الذين كانوا قد آمنوا عرفوا أنه عمر النبي يعني يقول افتحوا الباب من يفتح الباب لعمر عمر يعني بصوت مرتفع وهو غضبان فأدرك ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أسمع القصة يا عبد الله فذهب النبي قال أنا أفتح لعمر خايفين لأنهم كانوا ضعيفين فذهب نبينا عليه الصلاة والسلام يفتح الباب فتح الباب عمر غضبان ويضرب ويصرق فتح الباب فهكذا وجه وجها بوجه وقف عمر مقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله سبحانه الله ماذا هذا يا أخوان هذا حديث ابن مسعود إن أمر محمد كان بينا لمن محمد غير محمد عليه الصلاة والسلام جمال جلال خلق كرم رحمة شفقة وهذا كله يرى لكن بشر أن يكون في قلب حي ما هو ميت هذا محمد عليه الصلاة والسلام وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما نذكر فيها إلا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى لا إله إلاه ماذا ذكر عن الصلاة والسلام ماذا ذكر عن الصحابة رضي الله تعالى عنه قال رجال رجال نحن 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 نح رحمة الله عليه رحمة واسعة بذا سمع أحدا يصف أحدا بأنه رجل يمسكه هكذا يقول وهل تعرف أنه رجل كيف عرفته يقول اتق الله ها يا شيخ والله رجل قال لا تقل رجل قل ذكر هذا ذكر هؤلاء ذكور الرجل لا يستحقها أصالة إلا الصحابة لا إلهة إلا الله هذه كلمة الشيخ يا أخوان والله يحدثنا شيخنا أبو بكر الجزائري يقول جاء يجينا يوم في بيت الشيخ و نعم في بيت شيخ تقي الدين الهلالي فيقول أبو بكر الجزائري يعني نظر كبير في السن فأبو بكر جاء وقال والله وجدت ناس عند الباب يا شيخ ثلاثة رجال يريدونك يقول أنا ما كملت كلمة رجال حتى غضبا حتى على الشيخ أبو بكر الجزائري يعني في السن متقاربين يا أخوان قال اتق الله كيف تقول ثلاثة ثلاثة رجال قال نحن نريد رجلا واحدا في هذا السماء يا شيخ ثلاثة رجال يريدون يقول ثلاثة ذكور هكذا كان رحمه الله لكن احنا نتساهل احنا ها يقولون كل عند العرب صابون فكل ذكر يوصف بأنه نسأل الله العافية يا أخوان قال رجال وقال صدقوا ما عاهد الله الله أكبر أعظم من هذه الشهادة فيه في أعظم من هذه الشهادة والله ما فيه كونهم شهدوا وآمنوا وربك جل وعلا يعني يجعل ذلك قرآنا يتلى بأنهم صدقوا كل عهد بينهم وبين الله صدقوا فيه فمنهم من قضى لحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل لا إله ويجي اليوم فئة من الناس يقولون الصحابة بدلوا وارتدوا قبهاهم الله هذه شهادة ربنا جل وعلا قال يؤثرون الله أكبر يا شيخ الإثار ما ذكر يعني من أمور التفصيل في الأخلاق والسلوك إلا الإثار لماذا لأنها أعلى مراتب الكمال وحسن الخلق كما سنذكر إن شاء الله بس احفظها الآن أعلى مراتب حسن الخلق والكمال والسمو في الأخلاق هو الإثار بين الأخوات وهذه ليست بالأمر الهجم يا عبد الله الإثار يعني تحب له الخير أكثر مما تحبه من فينا عنده هذه استقلاق حتى مع أشقائنا ما عندنا أخوك اللي هو شقيقك ما تقبل أن يكون أحسن منك أن تريد أن تكون أفضل منه في كل شيء الصحابة فيما بينهم مع أن أهل مكة هوين وأهل المدينة هوين عداوات حتى أهل المدينة الأوس والخزرج حروب حروب بينهم بمجرد ما يدخل في الإسلام ما يبدأ يعني الأخلاق مراتب أعلى مراتب الأخلاق الإثار كلهم وصلوا إلى الإثار لا إله إلا الله وبعدين الإثار ممكن أحيانا نظهر الإثار الإثار يعني ممكن أن أظهره وأنت تظهره أقدم لك شيء أقدمك على شيء ما أقدم نفسي لكن ليه لأنني شبعان من هذا الشيء شبعت منه لا ربنا عز وجل يقول يؤثرون ولو كانت بهم لا إله إلا هنا الإثار هذا الإثار الحق أما الإثار مع الشبع الإثار مع السعة هذا ممكن أحيانا نمارسه لكن الإثار رغم الحاجة والخصاصة والقلة الصحابة بلغوها يا عبد الله منذ اليوم الأول هذه أخلاق الصحابة أسأل الله أن يوفقني وإياكم هذه أخلاق الأنبياء أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إليها سوى كيف وقبلنا عليك سعاد بارك الله بي الله بي أحيانا نمارسه أحيانا نمارسه بلغوها يا عبد الله وبرك الله بي أحيانا نمارسه أمين from the inheritors of the prophets and especially the inheritors of the, our beloved prophet Muhammad ﷺ. So he says as you know, people usually, normally it's a natural thing when it comes to inheritance everybody wishes to have the biggest portion of it. He says so if anyone wants to get closer to the prophet ﷺ then he has to take more from that he has left behind the shaykh says no one in his right mind when it comes to dividing wealth no one in his right mind he will settle for less everybody will hope for more and he gives us a story of Abu Huraira he says especially in the time when market places began to be crowded by the people in Medina in Kufa which is in Iraq and in different places where the Muslims have reached he says these people now they are spending more time in market places as opposed to spending more time in the masjid especially the masjid of the Prophet in Medina so Abu Huraira went in the middle of the market and shouted with his voice high voice and he said OP so the people they gather around him this is Abu Huraira this is not just any person this is a companion of the Prophet so the people they gather around him they left what they were doing and they gather around him and he said to them what is it that you have visited yourself in the market places while the inheritance of the Prophet is being divided and given away they said where he says in his masjid he said they ran as soon as they heard that they ran to the masjid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the shaykhid says they thought about money wealth property assets and the like he says that which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has left is knowledge Quran sunnah this is the real inheritance that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has left behind he says the more you find yourself taken from these things the more you get closer to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he says as you know even in normal circumstances when somebody died and left behind wealth and assets those who are the closest to him as a family member they are the ones that get the biggest portion of that he has left behind he says this should tell us one thing we have to take good care of that what the Prophet has left behind sunnah knowledge Quran and the like he says our Lord Allah sallallahu alayhi wa sallam says about his Prophet highlighting his morals high standard of manners and morals he said to him indeed wa innaka indeed you are on a great standard of manners and morals he says this is the character of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and also this is the same for the Prophets and the Messengers all of them Allah sallallahu alayhi wa sallam has narrator as their stories not for entertainment but rather for us to take lessons for us to follow those things especially the stories of the Prophets as Allah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned to our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam he said these are the people that Allah has guided so follow their guidance they are the guidance in everything and especially in manners because he says good manners is the asal is the origin that shows to the truthfulness and the soundness of the deeds he says from that which Allah sallallahu alayhi wa sallam inform us about the manners and the good etiquettes and the morals of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he said it's amazing because this is something that Allah has mentioned as pertaining to the character of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam even with the kuffar with the non-Muslims the non-Muslims that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is calling to Islam calling to that which is good Allah tells us maybe that you find it hard upon yourself that they do not believe in that which you're presenting to them he said the ulama he says the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as Allah sallallahu alayhi wa sallam addressing him is telling him take your easy in yourself you're taking in hard you're putting hard things on yourself because the way the Prophet sallallahu alayhi wa sallam feel when the non-Muslims refuse his call his calling to that which is good for them and they run away from him he's so diligent and eager so that they enter to Islam this diligence and eagerness is manifested in the character of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he feels so bad for them in a manner that the shaykh says may destroy that person Allah is telling him take your easy whoever accepts Islam and whoever doesn't accept it it's okay he says but this is the manner of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam a great concern for humanity even for the non-Muslims who you know what they did to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam go against him say he has great concern for them that they may enter to Islam and if they reject his call they be sad and he grieves him that they turn away the shaykh says where are we from the characteristics of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from the akhlaq of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the non-Muslims said the shaykh says let us not talk actually where are we from this concern diligence and the eagerness of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam actually with our brothers the Muslims the shaykh says our hadith or the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whenever it is related to us we have to ponder upon it and reflect the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he says here innama bu'idtu he says this innama hasr wa tawqid briefly I'm not going to get into the grammar when this innama is mentioned in the hadith it limits that which is mentioned to that thing that is in the hadith it is going to become clear inshallah wa ta'ala because the shaykh is going to explain it he says what do you mean here when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says innama bu'idtu li'utammi ma makarim al-akhlaq he says meaning what is the shikmah the wisdom what is the intent behind the sending of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to the people to complete the good manners the shaykh says ok if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he says he was sent to complete and perfect the manners and the morals and a good etiquette where is tawhid where is salat where is the rest of the actions of the foreshad the shaykh he says all of this tawhid salat and the rest included in makarim al-akhlaq he says so therefore he says if you were to ask someone why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent to the people he says no doubt you will find the answer to call the people to tawhid and they have to do fulfill Allah's right and the like he says but the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to perfect the good manners the shaykhid says you know why because tawhid is included in the good manners why because it is a manner with Allah tawhid is a manner good manner that the person should adore himself with Allah his creator likewise when he follow the sunnah and the like that's a good manner with the Prophets he says as we mention all the rest of the arkan of the iman believing in the angels and the books to the end of it likewise when you take good care of the prayer you fulfill its conditions its pillars obligatory elements and the like this is a man that's a good man he says so therefore he says naam included in good manners and perfected manners the pillars of iman the pillars of islam and mu'abalat dealing with others he says when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said innama bu'ith li'utammima li'utammima he says I will send to complete and perfect to perfect he says meaning that the manner they are there but the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will send to perfect them the shaykh said we're going to mention to you in brief so we don't want to keep you up until like we did yesterday the shaykh says remember the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in surah al-hujurat indeed the believers are brother one to another the shaykh says Allah is addressed in us me and you when you read this ayah or this ayah is read to you do you feel like that the brother that is sitting next to you to your right to your left that he is really really your brother in islam that this brotherhood that is legislated to us by Allah do we feel it and that that brotherhood it is more important than your brother that your mother has give birth to he says we have to keep that in mind he says if no one feels this way towards his brother that person is sick and he has to head towards the hospital the shaykh says our scholar then says but there is another ayah that even talked about more than just the brotherhood but he talked about the wilayah as Allah says they believe in men and women they are awliya one to another he says you know what this wilayah mean meaning that if you consider one another to be awliya for one another you love one another you present sincere advice for one another that you should be diligent that they be upon good that you be merciful to them be kind and gentle and ring to them he says this is how you should deal with the people of iman he says the ulema he says who actually has achieved and who was successful in this field who was truthful in this point he says yes the messengers especially our beloved prophet Muhammad he was the most truthful of all people when it comes to manners and a good etiquette and indeed in him we have the best example and after him came the sahaba he said I want to tell you something a little bit a brief about the prophet Muhammad about the sahaba briefly in summarized manner says however talking about the prophet his manners his etiquette his morals and the sahaba this should be our topics that we should talk about whenever we are together hoping that Allah may purify our hearts and adorn ourselves adorn us with dear manners the shaykh he says dozens or tens actually of the sahaba being the companions of the prophet they narrate to us the good manners of the prophet with the people and that the prophet was kind and gentle and nice with all of the people so much so that the people around the prophet they look and take him to be the merciful father for them the merciful brother for them the kind and gentle neighbor and the like this is his etiquette with the those who are little with the elders women men with the believers and even with disbelievers he said the prophet never give precedence to lineage or those people that he may have something like some benefits a worldly gain never give precedence to this over the people of Iman he says if you read how the prophet was with Abu Bakr and if you read and remember what the prophet said to his family members warning them against the punishment of Allah he said oh Fatima he began by Fatima his daughter he said to her free yourself from the punishment of Allah I can do nothing for you he says this is with the prophet his relationship with the people and dealing with them was based on imam and in islam he said Abdullah Ibn Mas'ud he will relate to us and explain this very well for us he says by Allah he said by Allah that in his hand may sa'ulis that the affair of Muhammad was clear to anyone who sees him the shaykh said meaning anyone who has a live heart somebody seeking and searching for the truth all it take for that person to see the prophet how he deals with his people even the manner when he stands when he sits the manner he eats the manner he talks he be enough for a person who's observing the prophet to enter the islam and to submit to commands of the prophet just by looking at him but with a heart that is inclined towards accepting the truth that's why you will find that when the prophet was still in Mecca that the Quraysh the pagan of Quraysh whenever a tribe of the Arab came from far the Quraysh they do whatever they take to keep that tribe or that delegation from seeing the prophet and meeting with him why because they saying about him he's amazing he's this and that but if the people see the prophet and see his character they will get to know to all what the Quraysh is a lie this is another story that proves to the statement of the is the story of the Islam of Romar he says you know his story he came to visit as a brother visit his sister Fatima and she was married the prophet says Omar when he came to the house when they heard his voice Fatima's husband he hid because Omar was stern people they used to have fear for him fear him because he was stern and strong so her husband he hid out so the shaykh said as though he said to his wife let's you and your brother I can take this alright so he left her along to deal with Umar Umar came in he noticed that his sister face is changed but she is afraid of him too but she said to him I became a Muslim with Muhammad that's what they used to say at Umar he became so angry yelling shouting and saying Islam has reached the house of Ibn Al-Khattab Islam has reached meaning the family even my family has entered into Islam because of you she said to him with a gentle way I don't want nothing from you except that you go and see Muhammad just go and see him he was very angry he left the house very angry he said to her where is Muhammad she says he is with his companions in Beit Al-Arta so he went there Umar somebody stand up and open the door for Umar nobody moved not only this is Umar behind the door and he angry no way Prophet he said he said he he said they were afraid why because they were weak they were only few of them he says here is Umar now shouting yelling behind the door and very angry and the Prophet opened the door now they face to face he says as soon as Umar lay his eyes on the Prophet he says I bear witness that there is no deity or worship except Allah and I bear witness that you are the messenger of Allah this shows the hadith of Mas'ud that the affair of Muhammad was clear he was generous he was beautiful he was has the most beautiful manners and etiquette he was lenient he was kind he was merciful every single beautiful character you find in the Prophet he says but this is only who is the one who has a live heart not the one who has a dead one he says as for the Sahaba what we are going to say about them we tell you what Allah tells us about them Allah from many things Allah praised them and mentioned about them he says Rijal remember this Rijal like real man alright these days we don't know what the real meaning of this word Rijal which is linguistically translated to men the shaykh says no this is not the case he says I don't know about you in English if you hear a man do you like just look as someone as a male that he is not a female right he says that the same case back home when they say this is a man meaning he is not a female that's a male he says but this is not the case this word Rijal non worthy to be called and described to be Rijal except the Sahaba the companions he says our shaykh Taqiyyiddin al-Hilala you know Taqiyyiddin if you don't know him he translated the Sahih al-Bukhari and the Nob-Qur'an along with Muhsin Khan that's Taqiyyiddin al-Hilala he says our shaykh Taqiyyiddin al-Hilala when he used to hear someone naming another one and say oh this rajul he would say Taqiyyiddin what are you talking about how did you know he is a rajul how do you know that this man is a rajul taqiyyiddin don't say he's a rajul say he's a male he's a and a man 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 وذكروا من هو عندهم فرق يعني المان يعني اخلاق احنا نقولوا الريل مان الريل مان يعني حقيقي رجل حقيقي وانه هو وانه عن يمين ان شاء الله مستكمون كذلك وصلاح المان ويزور يبخين من خلصية الرجل لكن من وحدها لازم يتضاف اليها شيئا في الاصطلاح الشرعي اذا قلت رجل يعني رجل دين وقل وقال الله أكبر يا شيخ لذلك كانت وصف الصحابة رجاء يسوفوا اللغة العربية كيف أبلغ من لغتكم يا أخوان تعلموا العربية يقول الشيخ هنا شيخ عبد المحسن العباد يقول ما أعلم أحدا يعني في تاريخ الأمة جلس للتعليم والتدريس نحوا من نصف قرن من الزمان إلا أبو بكر وجزائر ما غاب عن الكرسي أخوان نصف قرن وزيادة الآن هذه السنوات كلها الآن زيادة نصف قرن من الزمان وقال نصف قرن من الزمان وقال نصف قرن من الزمان نصف قرن من الزمان نصف قرن من الزمان وقال نصف قرن من الزمان نصف قرن من الزمان كنب situação نصف قرن من الزمان شديد لم نفكن ذه است voz he was angry and says what? three رجال and one time? we're looking for one he says by my door there is three we're looking to find only one رجل, he says say the call say male, three male waiting by the door, the shaykh says but these days we're saying this, we're reluctant to attribute this man, رجال to anybody he says Allah subhanahu wa ta'ala he says رجال what did they do, he said صدق الله they were fruitful in every covenant of Allah subhanahu wa ta'ala from them those who died and those who they are waiting they never alter or change the which they received from Allah so this is a great attestation from Allah subhanahu wa ta'ala to them and for them, because they witness the risale, the message they believe in the word the Prophet says he called them too and the Quran is recited to these days about the praises that Allah subhanahu wa ta'ala praised them they never break any promise or any covenant that they have with Allah subhanahu wa ta'ala so now after all of this and many people they came and they say the sahaba they changed the deen and the Quran to may Allah curse them he says this from the characteristics of the sahaba that you find them from the characteristics they are in dire need for something but if somebody need it right away without even thinking twice they give it to that person he says this is considered that you put others before you in the times of need he is considered from the high levels of good manners that you may display with your brothers he said meaning that your love for your brother good more than your love for yourself he says is there anyone among us now that have this manner that your love for others or your love for yourself he said it is real to find someone that he love for his real brothers mother and father brothers that he love for himself he says look subhanAllah the muhajireen the ansar the muhajireen who they were in Makkah and they have some issues and problems the ansar the awsar khazrs they were fighting for years war but once Islam and Iman sit in their hearts they become brothers they reach this high level of akhla of man which is the ethar he says look we may we may display this characteristic you may give something that is used to someone but only because you don't need it anymore he said the sheikh somebody is eating and now he said oh you can have it you can have that piece you know he said why because you can eat no more the sheikh he says no sahaba they need it they waiting for it but once they give it and somebody want it they give it to him right away so this is the truth about ethar sheikh says this is what I advise you with and may Allah subhanahu wa ta'ala make us successful to adorn ourselves with the akhla and the manners of the sahaba and before that the manners of the prophets and the manners of the is is إذن حسن الخلق مطلب يا أخوة ومطلب عظيم مطلب أصيل فما السبيل وما هي المعاني والأمور التي يجب أن نعتني بها لنصل إلى هذه المرتبة ولندرك هذه المرتبة العظيمة وندخل في كلمة الجماعة والصحابة وميراث النبوة وغيرها يقول أهل العلم تبدأ كما جاء في كلام ربنا تبارك وتعالى مما سبق إنما المؤمنون إخوة استشعار الأخوة الأخوة مع إخوانك سواء هنا أو في أي مكان والاستشعار معناها استفعال يعني تحاول يعني تحاول وتسعى وتجاهد هذه النفس أنك فعلا تشعر أن فلانا وفلانا أخوة تبدأ بهذه وتجاهد نفسك وأيضا تحليها تحليها بجوانب رفيعة ومراتب كريمة السلوك التعامل اللين الرفق وتبدأ كما ذكر رماعة من أهل العلم بما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام أن تحب لهم ما تحبه لنفسك سبحان الله يقولون يعني هذه لو وضعت يعني نصب أعيننا في التعامل مع الناس كلها مع الإخوان تكفي يعني لا لا تعامله ولا تحدثه بشيء بأسلوب وطريقة إلا وأنت تحب أن تعاملك الناس بهذه الطريقة وهذا الأسلوب هكذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب من الواجبات بل هو من أوائل المراتب يا عبد الله يجب عليك في تحقيق الأخوة والشعور بالأخوة أن تعود نفسك وتجاهد نفسك أن تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك سواء كان أسلوبا كان أمرا كان مالا كان مصلحة كان منفعة كان دفع ضر دفع بلاء أي كان مثلا الكذب يمكن تكذب على فلان في يوم الأيام اسأل نفسك هل تحب أن يكذب عليه كل ما تحبه هل تفرح إذا علمت أن فلان انكذب عليك لا إذن لا تكذب يا عبد الله غشيت فلان في معاملة في بيع في شراء تروح تقول له هذا لحم حلال وهذا لحم حرام يا التجار وانت غاشل له اسأل نفسك يا عبد الله إذا علمت أن فلان غشك السلام ورحمة الله في أي سلعة ولو كانت حقيرة تفرح تقول ما شاء الله عليه غشني لا تزعل تحزن إذن لا تغشي عبد الله جميع أنواع السلوك ترفع صوتك هل تحب أن أحد يرفع صوته عليك لا إذن لا ترفع صوتك مثلا بعض الناس تكلمه أو يكلمك هو يذكر لك حادثة وأنت تلتفت كذا أسأل نفسك إذا أنت كنت المحدث هل ترغب أن الناس يلتفتون ولا تحب ينظرون إليك خلق عظيم جدا وكذلك في العطاء مثل ما قلنا في مصالح الدنيا مصالح الآخرة حب لهم من الخير لذلك لا تفرح إذا أخطأوا لا تعلن أخطاءهم كل ابن آدم خطاء أخوك يخطئ لا تفضحه إلا إذا أنت تحب النكش تفضح والدليل إنهم إذا فضحوك تفرح تقول فضحوني هذا مجنوب هذا موضع لا تفضحه لا تنصحه أمام الناس يقولون هل تحب أنه أحد ينصحك أمام الملأ أمام الناس لا نفرق بين النصيح وبين الفضيحة العاقل يفرق ففرق يا عبد الله مع جميع إخوانك يخطئون كيف تحب أن تنصح سرا إذا ناصحهم سرا يا عبد الله حفظ أموالهم حفظ أولادهم حب الخير لهم لأولادهم لأموالهم كما تحب لنفسك ها يجب أن تحبه لإخوانك هذه من شروط بل من المراتب الدنيا بعد هذا يا عبد الله تأتي مرتبة النصح نصحا ينصحوا النصح الخلوص يقال نصح العسل إذا خلص العسل من جميع الشوائب نصحا أن تكون ناصحا في كل أخلاقك وسلوكك مع إخوانك كيف؟ يعني ما يكون في قلبك ذرة من الغيل أو الغش أو الحسد أو الحقن إياك الغل مع أهل الإيمان لا يجتمع في قلب مسلم أبدا بل والله ذكر النبي أعظم من ذلك حتى مع الحكام عبد الله الآن شوفوا حنا علاقتنا مع حكامنا نحبهم قلوبنا مليانة عليهم غير سقط مبارك آه صفقنا هل تحب أنك أن تسقط هكذا لا ما تحب الشاهد الأمراض كثيرة جدا يا أخوان أمراض قلوبنا والله كثيرة جدا نحن الآن ما نقول مع مبارك وما نقول مع الحكام خلينا مع أخواننا في المسجد خلينا في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا مع أرحامنا وأنتم يعنيكم هذا الكلام أكثر منا لأننا مثل ما يقولون يعني في بلادنا لما تجي المسجد هذا ابن عمك هذا ابن خالك هذا تعرفه هذا ابن العشيرة هذا ابن القبيلة هذا ابن فلان هذا ما شاء الله ولد فلان فيه معرفة فيه صلات أنتم هنا عندكم فرصة ذهبية يا أخوان هذا أسود هذا أحمر هذا أبيض هذا أسمر هذا أمريكي هذا انجليزي هذا أفريقي هذا عربي هذا عجمي هذه هنا الممارسة لذلك شف الصحابة حصلت هذه بينهم وفيهم الرومي وفيهم الفارسي وفيهم الأوسي وفيهم الخزرجي قبائل شتى هذا الباب هذه الفرصة فأنتم عندكم فرصة وعندكم فرصة أعظم من هذه في البيوت كثير من بيوتكم مثلا العم كافر يمكن الأب يكون كافرا يا أخوان فيكم من أبوه ما زال على الكفر إيش وضعك معاه أين أنت من ميراثي الرسول الله صلى الله عليه وسلم شفوا حرص النبي على أبي طالب كم كان يا أخوان لا إله إلا الله يقولوا يا عماه هذه الكلمة عند العرب معناها غاية التودد يا عماه مو يا عم يا عم جيدة لكن يا عماه فيها تودد قل كلمة أن أحاج لك بها عند الله قلها مرة واحدة بس يا عم بليز يا عم مرة واحدة قلها لا إله إلا الله هكذا كان عندنا هذا الحرص إذا عندك جيد إذا ما عندك مرة نعرف أنه في كثير من بيوتكم مثل ما قلنا الآباء كفار الأمهات كفار الأعمام الأرحام أهل الزوجة أبو الزوجة أم الزوجة أين أنت من فرصة فرصة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الله من الدنيا وما فيها يا عبد الله عندنا هذا النصح أو ما عندنا النصح معناها الخلوص التام من جميع الشوائب في حب الخير لا مثل ما قلنا ممكن الإنسان يحب الخير لكن يقول لا أنا لا لا النصح معناها الخلوس من كل شائبة من غل من حسد وهذا ما أمر الله عز وجل به ورسوله والله لا يتم الإيمان ولا تتم الأخوة إلا أن تكون ناصحا يا عبد الله خالصا من جميع الشوائب الأخلاقية السلوكية في علاقتك مع إخوانك مع أرحامك النصح يا أخوان في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة ناصح تبي لهم الهداية تبغى لهم الصواب الإصابة تبغى لهم السلفية تبغى لهم السنة والجماعة تبغى لهم السنة تخاف عليهم من البدعة هذا كله نصح كله يدخل في كلمة النصح فلان ناصح ولا ما هو بناصح فانظر يا عبد الله كم عندك من الميزان في النصح نحط الميزان تعرفون ميزان الحرارة؟ نحط الميزان نطلعوا نشوف الحرارة حط الميزان طلعوا نشوف النصح كم عندك من النصح وكم تفقد من النصح هذه مراتب يا أخوانك بدأت بالحب العام بعدين لا النصح الخالص الحب الخالص من جميع الشوائب هذه مرتبة أعلى ثم يقول العلماء رعاية المصالح النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن طيب يا رسول الله قال يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه سبحان الله إيش يعني يكف عليه ضيعته يعني إذا جل أخطأ كان في ضياء يحاول يلملم يحاول يغطي يحاول يغطي مو يحاول يفضح قال ويحوطه من ورائه إذا غاب ينتبه على بيت أخوه الذي غاب أولاده يحوطه من ورائه إذا غاب إذا ورائه في غيبته فيحوط بيته ومزوجته أمالا وولده يرعى ذلك كله في غيبته على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمراتب هكذا تعلو يعني يكون عاملا لأخيه على بيته وأهله ومصالحه وشؤونه إذا غاب هل نشعر بهذا في يوما من الأيام إن شعرت فأحمد الله وإن لم تشعر فثم مرى لا بد من العلاج يا عبد الله وذكر العلماء كل هذا ينبغي أن يلف بماذا قالوا بسلامة الصدر صدرك لازم يكون في غاية من السلامة نحو أخيك تعالي كيف يعني إذا شفت وقع في زلة ووقع في خطأ قبل التهمة ها تعال تحقق يا عبد الله قبل أن تتهم التهمة يعني بينكم ونفسك لا تعال شوف إيش العلة إيش الماء السبب تبين تثبت لا تستعجل سلامة الصدر هذا هو الأصل أن يكون صدرك سليما فتحسن الظن في كل أفعاله وسلوكه وأخلاقه لا تقدر سوء الظن نحن اليوم الله يرحم حسن الظن الله يرحم مات من زمان كبروا عليه أربعا نعم حسن الظن مات بمجرد ما نشوفه يسوه شيء الأصل عندنا سوء سوء الظن مصيبة يا أخوان والله مصيبة لا أقدم حسن الظن لعله كذا لعله كذا يمكن معذور يمكن مضطر يمكن محتاج يمكن كذا يمكن غافل يمكن ناسي يمكن ذهنه في مكان آخر مثلا ما سلم عليك أنت واقف ومر ما سلم عليك ها شو نقول الله شوف تكبر كيف يمر علي وما يسلم أخي يمكن باله مشغول عنده مصيبة يفكر فيها صحيح مر من أمامك لكن ما يدري ما شاءك أحسن الظن إياك أن تسيء الظن بإخوانك نعم أهل البدع غير نحن نتكلم عن إخوانك لابد نمارس هذه الإخلاقيات ونتدرج فيها ما نقف إلى الآن ما وقفنا ما انتهى سلامة الصدر يا عبد الله إيجاد المعاذيق عند الزل زل مية فالمية ما في كلام أو جد له المعاذيق تكلمه برفق مع إيجاد المعاذيق والله لو تدربنا على هذا ومارسنا هذا زوجتك في البيت طبخت خطأ وانت داخل من برة وشفت الطعام ليس بجيد ها وش تسوي بيها ها ماذا تفعلون انتم يقلب كل شيء يمكن يضربها يمكن ايش يمكن يضربها يمكن يقول يطلقها أو يقول لهذا الطعام أنت كلي ويروح يأكل في المطعم همبورغر ويأتي مدري ايش يروح هاردي إيزو الله ها طيب أخطأت الطعام احتراق الطعام كذا مسكينة ليه ما تجيب لها معك سندويشا اوجد المعاذير اوجد المعاذير اوجد لها العذر اغفر لها الزلة ألا تحب إذا زللت أن تغفر لك الزلة ها ألا تحب إذا أخطأت ورآك من رآك أن يجد لك المعاذير بلى والله بلى ما تحبه لنفسك حبه لغيرك ابدأ بناشح ابدأ بالأقرب مثل ما قلنا احنا ما نبي مع الكفار الآن احنا خلينا وين نبدأ في البيوت نبدأ في البيوت الزوجة مع زوجها احسن الظن بالزوج احسن الظن وكل ما راحوا لك آه يمكن راح عند النساء عنده خيانة زوجية مثل ما قرأنا أمس على طول خيانة زوجية آه عندك احسن الظن تثبتي اوجد المعاذير يقول العلماء هذه مراتب يا عبدالله نهايتها بتوفيق الله تصل إلى الإثار مع أنه صعب في هذا الزمان لكن نرجو ونسدد ونقارب نرجو ونسدد ونقارب لعل الله سبحانه وتعالى يوجد فينا لأن الأخلاق كما يقول العلماء نوعين يا أخوان أخلاق أخلاق يهبها الرحمن تبارك وتعالى لمن شاء وأخلاق يكون بالممارسة الخلق بالتخلق لكن في أخلاق توهب لا شك في أخلاق توهب أشج بن عبد القيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نبينا قال والله يا أشج إن فيك لخلقين يحبهم الله ورسولهم لا إله إلا الله قال له أنت فيك اثنين تو وهؤلاء التو كلهم الله عز وجل يحبهم وكذلك النبي أنا يعني نحبهم قال ما هما يا رسول الله أسمعي عبد الله أسمعي قال الحلم والأنات لا إله إلا الله الحلم يعني ماذا يعني الليل الصفح حليم أنت تغضب عليه هو حليم نعم أنت تسيء إليه هو حليم أنت شداء هو حلم رفق حلم والأنات التريث إذا شافك على فعل ما يحكم عليك يصبر يصبر حتى يشوف يزن الأمر التريث والصبر عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام نحن اليوم بمجرد ما تراه وتشوفه على شيء الحكم يمكن قبل الرؤية أيضا يا شيخ رسول الله لعافية كأنك من زمان تنتظر حتى يقع في هذا فالحكم جاهز الأحكام عندنا جاهزة هنا على ضطيق ما في عندنا أنات أبدا الحلم وأن يقول العلماء في باب الأخلاق والله إنهما يجمعان كل خير في باب السلوك والأخلاق لا إله إلا الله فقال أشج رضي الله تعالى عنه يا رسول الله يا رسول الله وهذا الشاهد أخلقيني تخلقت بهما تخلقت أنا بهما أم جبلت عليهما يعني أنا مارستها حتى جات فيني وإلا الله عز وجل جبلني عليها فطرني عليها قال بل جبلت عليهما لا إله إلا الله إذن الأخلاق يا أخوان نوعين وربك كريم لكن ربك يبغاك تبدأ ابدأ بالخطوات الأولى والدرجات الأولى وشوف ربك كيف يعطي والله يعطي وإذا أعطاه لا حد لعطائه جل وعلا قال بل خلقيني تخاجبلت عليهما قال الحمد لله شف الله أكبر شف الصحابة ما قال الله أكبر لا أنا نستحق لا قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله لا إلاها إلا الله إضافة النعمة إلى الله تفارك وتعالى الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله نتخلق يا أخوة أنا أعرف اليوم باب الجبل قليل جدا لكن نتخلق العلم بالتعلم والخلق بالتخلق الممارسة أنت فقط شوي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا الأبواب مفتوحة لكن يبغى منك شوي ها مجاهدة وصدق وعمل لابد من العمل اعمل قليل شوف كيف تفتح لك الأبواب هذه المراتب يا أخوة والله تفتح باب الوصول إلى الإيثار يعني تصفي مصاف الصحابة يا عبد الله وتكون قريبا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نسأل الله أن يرزقنا وإيه أو مثل ما قلنا وين تبدأ كيف تبدأ لا تبدأ مع الكفار صعب لأن كثير مننا يشوف الكافر يمكن يقول ملعون ها مشكلة مصيبة مصيبة هذه ضيقة قلوبنا ضيقة شوف رسولك كيف كان وشوف أنت شفق الرحمة يا أخوان فنحن ما نقول تبدأ مع الكفار ابدأ ببيتك لذلك من العلامات على صدق العمل من الآن حط عندك أنت عندك طبعا جدول أو عندك قائمة أنه والله أنا الفاذر كافر مثلا أو العم كافر أو الجد والجدة كفار أو أبو الزوجة عندك قائمة بالكفار بعد سنة كاملة ما نقول شهر نقول كام سنة ها القائمة زادت ولا نقصت إذا زي ما هي معناها أنت مريض تبغى لك عملية جراحية يا شيخ فتح قلب مره سنة كاملة اتق الله ما أدخلت أحدا من أرحامك الكفار في الإسلام الخلل فيك مصيبتنا ننظر إلى أن الخلل فيهم لا والله هذا كافر ليس بعد الكفري ذاهم أنت المسلم أنت اللي تلزمك الأخلاق تلزمك أخلاق النبوة والصحابة أنت ما تقول أنا سلفي سلفي يعني شنو ها يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأين أنت منهم التقصير منك يا عبد الله من المسلم الكافر لا يلام لأن مثل ما قلنا إيش ليس بعد الكفري ذاهم أنت إيش أعطيت من هدايا خلال هذه السنة كم زرت في يعني زيارة رحمة وشفقة كم مرة زرته كلام جميل كلام طيب تدعوه تعزمه في البيت تعطيه هدية تدعوه عندك على غدا على عشاء وتكلمه برفق وليه عن الإسلام لا أنا أعرف أنه كثير مننا لا شك الكفار الصورة اللي عندهم عن الإسلام مشوهة يا أخوان خاص في هذا الزمان يعني الآن لو سألتكم وضع الكفار مع المسلمين عندكم في أمريكا اليوم الإخوان ودونا شيخ أبو يوسف ودنا قال هنا كان البرج الذي أسقطوه يعني ها اللي يسمونها غزوة منهاتن إيش اسمها يسمونها غزوة منهاتن قبل منهاتن وبعد منهاتن فيه فرق في الكفار في العلاقة معكم إذن نحن السبب نحن السبب بما كسبت نحن السبب يا أخوان فالصورة مشوهة كم مرة حاولت تصحيح هذه الصورة المشوهة عن الإسلام هذا هو الذب عن دين الله يا أخوان الصورة عن الإسلام بلاك دم إرهاب ما هي محاولاتك يا عبد الله في تصفية وتجميل وتحسين هذه الصورة أنا اللي أعرفه أن كثيرا مننا يؤكد المعاني اللي في أذهان الكفار لما يشوفني أكذب أسرق أغش وكشر كذا يمكن هو يقول لك هلو تقول له ولي صحيح هذا موجود فإنش يصير يقول أوه المعاني اللي موجودة عنده السوداء عن الإسلام ها يؤكدها يقول شوف هذا هو الإسلام الإسلام شوه يا أخوان شوه كثير ومن زمان في عصرنا هذا بدأ التشويه بالخميني شوه 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 حتى صار الكفار كل مكان من تقول إسلام أوه إسلام خميني ربطوا بين الإسلام كله والخميني ثم جاء عمك بن لادن أكمل الصورة أتى على البقية الباقية كلنا أو أمكم كلكم تعرفون أنها لعبة لكن حطوها له لقمة سائغة وتبناها وقال غزوة من هاتم نسأل الله أن يهدينا وإياهم جميعا يا أخوان لذلك لا بد أن ننتبه الواجب علينا أن نحس ما معلى الذب عن دين الله هذا هو دين الله عز وجل شوه أنت الآن ها يجب أن تسعى وتجتهد وتجاهد إلى الذب عنه إزالة الصور القبيحة والله نقول لهم الخميني وين والإسلام الخميني شرد والإسلام غرب ما له علاقة بالإسلام لابد هذا واجب لكن هذا الواجب كيف يسمعونه منكم متى يسمع لك إذا عرفت بالخلق الحسن فيما بينهم يا شيخ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الشاهد يقولون الميزان مثل ما قلنا عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وأعطي الناس ما تحب أن يعطوك من الأخلاق من الكرم من السلوك من اللين من الرفق وتدخل بإذن الله في أمر عظيم هذا هو الإيمان والله هذا هو الإيمان أو هذا هو الجانب العاملي الفعلي بالإيمان كلنا ولله الحمد يقول الحمد لله أنا عندنا إيمان وإيمان نحن يعني ما شاء الله على السنة وإيمان صحيح لا الميزان في الأخلاق لا تزن إيمانك في باب الربوبية لا تزن إيمانك في باب الألوهية لا تزن إيمانك في باب الأسمى والصفات لا نعم هذه مهمة جدا لكن الميزان الحقيقي اليوم هو التعامل يا عبد الله كيف تتعامل مع الناس بدءا مثل ما قلنا بالبيت البيت أولا الوالد والوالدة أولا البيت الزوجة الأولاد الأرحام الأقارب المسلمين الجيران نعتني بهذه الجوانب ومن اعتنى ودنى وأخذ من هذا الميراث فهنيئا له يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا من هو أكمل المؤمنين الكمال في الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أحسنهم أخلاقا روايات خلق هذا حديث النبي صلى سلم أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق سبحان الله العقيدة العقيدة مثل ما قلنا جزء من حسن الخلق حسن الخلق مع الناس لأنها تقوم على المشاحة والمنازعة يا عبد الله إحنا معظمنا في باب الخلق مع الله جود لكن نفشل كثيرا وين في باب الخلق مع الناس لماذا لأن تربينا أن الأصل ردود أفعال ردود أفعال سلم علي أنسلم عليك تزورني نزورك تبتسم في وجهي نبتسم في وجهك إذا أنت قلت هذا 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 اللي حاصل يا أخوان تعطيني نعطيك تكرمني نكرمك تحترمني نحترمك إذا ما احترمتني هذا ما يحترمني ليش نحترمه ليش نزوره ما يزورني ما يسأل عني ليش أنا نسأل عنه هذه مصيباتنا مثل ما قلنا العلاقة بين الناس تقوم على المشاحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إمعا في باب الأخلاق في هذا الباب تعرفون كلمة إمعا هذه مسبة عند العرب يقال فلان إمعا مسبة عظيمة يعني ما عنده لا رأي ولا عاقل ولا عنده يعني رجولة ولا عبد لا لا دائما إيش وراء وراء الناس واشرحها النبي صلى الله عليه وسلم شوف الشرح لا يكون أحدكم إمعا تحذير يقول الإمعا إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت خذ رجل في باب الإمعا خذ ولد خذ رجل يعني اللي يسبك يقول لك أنت مثلا إيش تقولون أنت مش عندكم المسبة حمار دونكي إذا واحد قال لك أنت دونكي إيش تقول له أمريكا غير أحنا عندنا أحسنت إحنا عندنا إذا واحد قال لي واحد حمار قال والله أنت حمار وأبوك حمار وكلك حمار زيادة سبحان الله زيادة في السوق حتى عندهم مثل يقولون اللي يرشق ماء رشق دم ليه ليش شوه يخفف وشوف النبي يقول لا يكن أحدكم إمعا يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تحسنوا لا إله إلا الله إحنا ما نقول هذه استعملها مع الناس استعملها مع الزوجة من اليوم في البيت كل ما الزوجة تخطئ وتسي أنت أحسن إليها تقدر يعني هي أخطأت قل لها خذي هذه هدية أنا شريت لك هدية اليوم خذي هذا عند الخطأ عند الخطأ أعطيها هدية أعطيها هدية ها تزيد تزيد لا والله ما تزيد يا شيخ تعرف تتعجب تقول هذا ما هو زوج هذا ملك يا شيخ ملائكة تروح تقول للنساء كلهم أنا زوجي إذا أخطيت يعطيني الله أكبر يا شيخ وكذلك للزوجة نقول الزوج إذا أخطأ عليك وزعل وطلع من البيت برا أن تستعدي له أحسن استعداد واستقبلي عند الباب ها الله كيف نعم قل اليوم من اليوم غير أنا من اليوم غير هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطن وأنفسكم وطن يعني عون احمل نفسك على هذا أجبر نفسك على هذا إن أحسن الناس لا إله إلا الله فكيف بالأقارب ولا أرحمكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وأن أسأل الناس أن تحسنوا أسألكم بالله عند الخطأ تحب الناس تحسن لك كل ما تحسن لك تغفر لك كلنا يحب ذلك كلنا يحب ذلك إذن نفعله يا عبد الله لعل الله سبحانه وتعالى يوجده فيما بيننا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف لكن الله عز وجل متى يؤلخ إذا رأى أن تبدأ أنت أبدأ وأبشر بالنتيجة النتيجة عند الله عز وجل ليست عندك النهاية ما يمكن تصل إليها إلا بتوفيق الله جل وعلا وتوفيق الله بس فتحت الباب افتح الباب في الحب والنصح والرعاية والعناية وأبشر بالنتائج في الدنيا والآخرة أخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أقرب الناس ذو ما قلنا الميراث أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال حاسنكم أخلاقا لا إله إلا الله وذكر حديثا لأبي هريرة يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة أتدري ما أفضل وأكمل أخلاق أهل الدنيا والآخرة سبحان الله الدنيا والآخرة ثم قال تبي تعرف يا أبو قال نعم كيف ما نبغى نعرف قال تصل أن تصل من قطعك إن معاه لا ضدها أن تصل يعني في الأرحام الرحم الذي يقطعك أنت ثرحت زور يا شيخ والله إذا زرت مرة اثنين ثلاث أربعة رح يستحي رح يزورك انتهت القطيعة وصلت الرحم وصلك الله وصلك الله تبارك وتعالى وصلت خير فقط في هذه ورحمك خليه يقطعك أن تنحجوره قال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصفح عن من شتمك هذه الأخلاق يا أخوان نمارسها لكن بالعكس اللي يشتم منه نشتمه واللي يقطعنا نقطعه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم اللهم هدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إن أسألك الهدى والتقاء والعفاة والغناء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لأحسن الأخلاق لأحسن الأخلاق يقول لأحسن الأخلاق لأحسن الأخلاق جماعي لأحسن الأخلاق لأحسن الأخلاق يقول لأحسن الأخلاق بسيئة يقول لأحسن الأخلاق في سورة الحجراء وَلَا تَعَزَسْ خَفَنُّ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً لأحسن الأخلاق لأحسن الأخلاق هذا هو الشيء هذا هو الشيء هذا هو الشيء أنت لبيرهم أن تشعر بمره وأن يكون هناك مع ربيز أن تشعروا بمره أيها القدر ، حيث يكون هناك مباشرة ما يعرفه تشعروا بمره ما يعرفه مجدد أن أجهده إذن أن أنت لبيره طوال عليك لم تساعدين ويع tiesعين وانساعدين نفست اشتركوا في сравنى المساعدين مع حقة تساعدين أنها تحاولين which ستاجعا جداً هنا ملينvos أنا سواء حسنًا مجموعًا أحسنًا حسنًا these terms later on in detail by bringing examples. He says, the Prophet ﷺ, he tells us, and this is helping us to achieve this lofty result that you love for them what you love for yourself. Shaykh said, this hadith here, that you love for your brother, you love for yourself, if you put it in front of your eyes, whenever you deal with the brother, and they deal with you, and you remember this and apply it, that will be enough. So what does this mean? It means that when you deal with your brother, whether you're talking to him, you should be careful when you should stop. Even the manner that you talk, the way that you present your case. Why? Because for sure you would love that the people would be kind to you. You would be able to deal with you with kindness and gentleness. He said, this is an obligation by the way. And this is only the first of many obligations. He says, it is incumbent upon you, therefore, if he wants to fulfill this brotherhood, that you strive hard. Especially as you relate to your nymphs. Strive hard to subdue it. Then in a manner that you love good for your brothers. the same way you love good for you, the Shekhi gave an example. He says, money. You don't want to go through hardship. You want some, you want things going good for you, you love it for your brothers too. Whenever you do something, you want to be successful in it, you got to love that for your brothers. You want good to become in your way, you will love it for your brothers. You don't want evil to touch you, you should hate it for your brothers. Shekhi gave some examples. This one example, lying. He says, you might lie against your brothers. He said, when you lie against a brother, ask yourself, do you love, does it make you happy when people lie against you? That make you happy? Of course, he said, no. So therefore, don't lie against others, because it does not make them happy. He says, cheating, and they should give you an example, somebody maybe is a merchant and he sells meat and he cheats. Oh, this is halal, this is haram, cheating his brothers. So ask yourself, would somebody cheat you when you relate to the food you eat or any merchandise, even if merchandise that is not very important, that does make you happy. So don't cheat others. He says, when you talk to others and you raise your voice, talk to them in a manner like that. You think that makes them happy? No. Why? Simply once again he says, because when they talk to you in that manner, it does not make you happy, so don't talk to them in that manner. Shekhi says, sometimes also another ill manner, another ill manner, he says, sometimes a person is talking to you, but you're looking all around, you're not listening to him, you're not getting that illiquid, you're looking all around, you're not paying attention to what he's saying. He says, does it make you happy when you're narrating something and a person is not paying attention to you? So don't do the same thing. Shekhi says, and this is pertaining to the affairs that brings good in this life and in the hereafter. He says, ask for the hereafter, don't be happy when they make mistakes. The mistakes of your brother should not make you happy. And if you see that your brother make a mistake, don't expose them. Why? Because you don't like for the fact that to be exposed. He says, the Shekhi says, when you make a mistake and people expose you and you say, it's okay with me, that makes me happy, he says, you're crazy. Shekhi says, you're crazy if you think that way. He says, likewise, do not advise your brother in front of everybody, do you want the person to begin to advise on you and manishing in front of everybody? No, you don't. Shekhi says, make a difference between Nasihah and Fadihah, giving sincere advice and exposing the people's faults. The Shekhi yes, your brother, they make a mistake, they're human, like, you too, you make a mistake, but, you give sincere advice between you and them, not in front of others. You talk to them, you call them and talk to them one on one, because you'll like them one, you'll like for your brother to put you, to pull you on the side and just you on him without others, and you talk to them. The Shekhi said, likewise, you preserve and protect their honor, their wealth, your love for them good like you love it for yourself, your love to see their children excel on a path of goodness like you want that for your children, etc. Shekhi says, after this, you came after this level of feeling this brotherhood, you gotta feel it in your heart, you came to the second level which is نصح giving sincere advice. The Shekhi he said, linguistically نصح is خلوز it's like he says نصح العسل when somebody says the العسل نصح we need purify it we need pure honey now, you don't see nothing mixed with it likewise he says your advice has to be pure not mixed with your feelings not mixed with anger not mixed with ill manners he says meaning when he gives sincere advice you don't do it with our envy now you advise on the brother but you have envy towards him chalice and the like Shekhi said these two things this chalice and this not wanting good for your brother they do not gather in the heart of a believer he said this should be even with the rulers should want good for them he says subhanallah these days may Allah have mercy on us he says do we act in same manners with our rulers do you love good for them he says recently couple days ago Mubarak was out everybody he said many Muslims they clap their hands and fingers and they happy with it he says do you love that the people deal with you that he go to where he went to and the people are happy for that these are from the sickness and the disease of the hearts our hearts keep in mind we're not saying that we are with Mubarak and the like we're not talking about politics here we're not talking about that let us conserve ourselves with our homes with our brothers he says and especially for you brothers and sisters of course this concern you more than it concern anybody else we need to be kind and gentle and nice and to treat the brothers as you should be treated with the good manners he says because us back home Muslim country when you go to the masjid he says who you see usually sit in a masjid you see your uncle your cousins your earloves because as it is over there you find in every neighborhood there is a masjid and who come with that masjid family usually those who are not from your earloves your family your friends you grow up with you went to school with he says so there is already some some wood there is already some brotherhood and some love that is in your communities in your masjid you have a golden opportunity don't leave their way why because look you have people in your community Arabs non-Arabs African Americans like black he says white red Arabs Africans non-Arabs this is amazing this is a good thing for you he says the sahaba were amongst the Arabs among the Persians and even in the Arabs themselves they were they owed the khajras from many different tribes he said you should look at it as an opportunity the Shaykh says let's focus on your homes so that you can understand what I mean when I say you have a golden opportunity he said in your homes in your family members perhaps amongst you who is a Muslim but his father is a disbeliever his mother is disbeliever so how would you deal with them where are you from the inheritance of the Prophet as related to the application of the sunnah and the lights with your family members who are not Muslim yes he says look how and check your eagerness intelligence in trying to guide your family members to that of the Prophet with his uncle and when he addressed him he said this term here shows love gentleness kindness he was good for him he said he didn't say it would be good to say oh uncle but he talked to him in the other manner he said to him say only one word one statement I will use it for you on behalf of you with Allah please the shaykh has imagined in english said please uncle say it only once that what I want shaykh says are we diligent as the precious of his uncle he says if you are if not when you sick you got sickness in your heart he says now you find subhanallah in the same family you the only Muslim the parents are disbelievers all the cousins and the kings are disbelievers even those who are married his in-laws are disbelievers his wife's father still a disbeliever as for the sister her husband mother still a disbeliever he said look at it as a golden opportunity as the prophet said if Allah gave one person because of you it better for you than the dunya and all what in it the shaykh do we have it or not because if you have it the only way you have it is when you are sincere in loving good for others he said this is what Allah has commanded us and his messenger command us with the shaykh said by Allah this brotherhood will not be a real one unless unto your advice and your advice for one another be sincere for Allah free from any ill brothers in the affairs of the dunya and the akhirah your love for them to be guided because you want to be guided your love your brothers to be upon the path that is correct your love for your brothers to be upon the salafiyyah upon the sunnah likewise you are afraid that they may fall into innovation all of this is considered from giving sincere advice so now after these examples his brothers are not he says use this scale likewise people they use a scale to see the temperatures sometimes the temperature rise up and go down how they know they use thermometer they use something as well thermometer likewise you should have a scale you should check yourself are you going forward or are you going backward as related to advising your brothers keep in mind his musk his leverage not wise from this also that you should show care as related to the property of your brothers the believer is a brother to another believer how he understands this when your brother makes a mistake he falls short you cover him don't expose him you don't expose his force you cover that he says when your brother go away for whatever reasons you keep an eye on his household your brother went to do something whatever the case travel away you should take good care of his property of his children if his wife need anything and the life so this is the problem this is not something that we just mentioned this is prophet the shaykh says is it now when our one of us when his brother go away for some time do we feel the same way do we feel that it's my responsibility to take care of my brother's household and family until he gets back if you have this feeling alhamdulillah thank Allah if you don't it's a sickness you are sick you should seek the cure as well he says they mention that all of this has to and it will never come from any chest rather it comes from a chest that is free from ill manners he says your chest has to be free for your brother how he says once again when your brother fall into a mistake before you expose him before even you think that he did it he said make sure that it is the truth this is not talking about others he says between you when you hear something about your brother in your side in you before even you believe that he did it says my brother I don't want him to be like that and began to seek excuses for him don't be hasty the shaykh he says that is taj have good thoughts about them whenever your brother does something or say something that is bad he make a mistake think good about him because your brother the shaykh says for us now the shaykh says that's the origin but the origin with us is the other way around we think bad with our brothers that's the origin with us he says unfortunately and that's a sickness we already think good about somebody as for having good thoughts about other things good about them it has been dead long time ago and they performed for long time ago on it he says as a believer you're upon the sunnah that you have to put these good thoughts about your brother as much as you can first the shaykh says for example if something breach from your brother he fall into short say something did something that is not right the first thing should come to you try to find excuses maybe he forget maybe he has a bad day no that's not my brother I don't know him to be like that maybe he has an excuse he he can for example you may be standing somewhere your brother pass by didn't give you the salam what do you say oh he is arrogant man I know he can't even give me salam he says no the believer doesn't think like this the believer go to the urge and say yes he didn't give me the salam maybe he didn't pay attention that I was here maybe something is bothering him maybe he thinking about something that he didn't even see me is how you think about your brother the shaykh says listen man we're not talking about the people of innovations here we're talking about your brothers upon salafiyya upon the sunnah says that and from that that you have to find for your brothers excuses even if your brother hundred percent you know he made a so the shaykh says this is bring no good no doubt to our community and amongst us but we have to strive hard we have to cultivate ourselves the shaykh mentioned example in the household he says if one of us for example come home find his wife she she cooked but she cooked the wrong thing what would you do you the husband does the brother they even say he going you know he is going to be angry with her he is not going to eat the food he may beat her he may divorce her you know what since you cooked that which I didn't ask you you I going to stand right here until you finish it for yourself while he is going to call for something the shaykh says from outside he says no you come the food is he says bring another food tell her don't worry about it things do happen find excuse for her he said don't you know if you make a mistake or do you don't make any mistakes we make a mistake you want people to find excuses of course find excuse for others shaykh says subhanallah he said now we're not talking about how to deal with the kuffar now we're talking about how to deal with the people of sunnah and in a narrow angle in our homes likewise he says the wife she should always think good about her husband whenever as we heard in the question yesterday whenever her husband comes late you find automatically the woman switch until oh maybe he's doing something he's after something maybe he's with another woman says now why you come to that why don't you he's trapped in traffic maybe he got a flat tire by the way I'm adding this here to make it understood the sheikh he says these are the levels of good manners all you need to do spark open the door for good manners and if you are sincere if you strive hard Allah will give it and you may slowly but gradually and surely inshaAllah you reach the level of it and try tomorrow continue continue to try inshaAllah Allah give it to fear the sheikh says keep in mind now we're talking about manners and good manners and akhlaq it's two types it is those certain people Allah give it to them Allah is with them they are nice they just like that they nice from Allah and they kind other people they have to work hard for them they work hard for them he mentioned the story of Ashish Ibn Al-Qayyus The Prophet said to him indeed you Ashish you have two qualities two good manners there are beloved to Allah his messenger he says which one are they who messengers of Allah says hilm and anats the shaykh explained hilm he says be kind gentle people they angry with you you are nice you are calm people they call your names still nice and forgive them people are harsh with you but you are nice to them because they are brothers you trying to fulfill the brotherhood is that the opposite of his things now you are calm you wait you don't jump into conclusion you don't just go and jump into making a ruling against someone now you be patient the shaykh says subhanallah these days whenever we see someone and make a mistake we jump into rulers and call him names and he is this and that the shaykh says as though we have rulings against people worthy we just waiting for someone to make a mistake to pull one of them and use it against him so this is not the case it should not be the way so the shaykh he says to Ashish but Ashish said to Prophet is this two manners this is something that I walked for the more that Allah has given me that Allah has given to you the shaykh he said Allah is kareem generous he wants good for you but he wants to show Allah that you want good for yourself start somewhere and Allah will grant you success and will give you and remember that Allah gives with no limits so Ashish he didn't say when the Prophet said to him he says oh yeah because of me I deserve it no he says alhamdulillah that Allah has bestowed upon me a character a manner that is beloved to Allah his messenger he ascribed the ni'mah and the favor to Allah he says now in these for people to have these manners and those who are nice and kind because Allah has created them it's weird what tells us that we have to work hard to adorn ourselves with the manners likewise you're not going to learn unless you strive hard in learning likewise you're not going to be a good person unless you adorn yourself with the manners and Allah tells us those who strive hard to be upon the path our path you should guide him to it he says with a little bit of effort you'll be amazed Allah will open so many doors of good for you sheikh says yes you start somewhere and slowly you'll be going level by level until you find yourself with the level of so therefore you will be with the companions very close to the prophets the sheikh says amongst us he said let's just talk about the kuffar too he said amongst us when you see kafir he curse him out he frown in his face now he says subhanallah you find the kafir has men he the one who said to the Muslim how you doing today and the like sheikh says subhanallah began in your family members in your household with your family and the sheikh says subhanallah to your family who are non-Muslim you should have a list by now he says you should have a list and write on them all your family members are non-Muslim my father my mother my ill my cousins my brother this person that I grow up with this person this and this now he says and a year go by sheikh says we're not going to go like say month let's say a year he says we'll give you some time he says a year go by check the list is it is it decreased or increased somebody say maybe it stays the same the sheikh says if one year go by and the list stays the same you're sick your heart is sick you need a surgery for real a whole year man nobody from your family enters to islam you're not doing what you're supposed to be doing he says we blame the non-muslim they don't want to enter to islam he says no we should blame ourselves he says you're a salafi what does mean you follow the way of the prophets companions he says some people they use the hadith man after kufar there is no greater sin he says man you don't blame them don't turn the table against the kufar they don't know you know and he is supposed to act he says what subhanallah the shaykh has given us some very serious hints now that if we use it and we should we should he says in this year now you have a whole year if you trying to use the sunnah the mirah of the Prophet you giving them gifts according to your ability whenever you see someone here this is for you it's okay it's for you when you give them they don't care how much it is this for me oh thank you you see it in their faces he said you visit them your father your mother your heirloves your husband you tell him listen man you gotta invite your parents home you cook you the wife you the Muslim man invite your parents and you cook nice dish for them and once you talk to them with leniency kindness gentleness and especially when you talk to them about islam the shaykh says i know as you know the kufar these days subhanallah the image of islam is tarnished is blemished especially these days especially he says after the fall of the 20 centers in manhattan he says as the brother khalifa he says he took me over there to see he says subhanallah you know the story behind that he says what is matter to us it's not the buildings themselves but how the non-muslims look at you as muslims in this land before and after the falling of the what they call WTC 20 towers oh I forgot it's been why the 20 towers he says no doubt you will tell me and agree with me that they changed they used to look at you this way after that then they look at you in different way why he says because of what the hands our hands possess he says now this is the case you know that the image of is tarnished blemished by some muslims no what are you doing to correct that what are you doing to correct the problem he said now you know the people whatever the non-muslims many of them whenever islam is mentioned it become an equation islam equal blood terror terrorism killing that's the equation to so many muslims he says what have you done to correct this matter he says what I know that many of us through their manners and actions they give more reasons for the non-muslims to believe in this he says when the car your neighbor for example your family members see your frown in his face and he is nice to you he says hello you don't say anything of course you're going to say man what islam is this he says islam image has been tablaged from so long ago he says it began by the Khomeini you know the Khomeini who was in Iran he said so the people now the non muslims they connect islam to Khomeini and islam is free from Khomeini and the like of him the shaghi said and then after that your uncle bin Laden came he says your uncle bin Laden came and he complete what was missing in the picture he says you know there was a game and it was you know the whole thing about it but bin Laden he fall into that it was easy praying fall into it but it is important ways and time are we doing what are you supposed to do to support islam to protect islam to defend the image of islam shaykh says yes you say to them Khomeini man has nothing to do with the correct islam tell them who he was tell how wicked he is he says but now here is the case now he says now you are talking to the muslims about islam when are they going to listen to you if they know you to be a person that have good manners for long time ago if this is the scale this is the balance this is the the mizan shaykh in general you deal with the people in the same manner that you love the people to deal with you he says don't be like if they give you you give them back if they nice to you you nice to them if they kind you are kind he says no this is supposed to be that's what you do you give even those who don't give you anything you be kind to those even those who are not kind to you and he says if you fulfill this your iman be strong so this is how you fulfill the iman through actions barakallahu fikum not just by claim everybody iman is okay but how you prove it through your manners how you deal with others he says because it's not up to the all this is very important but the real scale today is how you deal with the people in your house with your parents began with your parents with your wife with your children your neighbors and the like he says your wife for example you be nice to her the prophet he says from the people who have complete iman he said who those who have good manners and also another hadith the heaviest thing that is put in scale of a person of a seven year on day of judgment good manners good manners he says many of us when it comes to good manners with Allah we fear in Allah trying our best to fulfill the rights of Allah yes we doing good but we fail many of us fail when it comes to how we did with others with the people why he says because if you think like listen I'm going to be nice to him as long as nice to me if he is not nice I give him salam if he gives me salam I visit him only if he visits me I smile if he smiles if he frowns I'm going to be more than that I be nice to him and respect him only if he respect me Shaykh said we are not going to do anything you build anything here you don't just respect the people because they respect you no he says no the Shaykh he mentioned again he mentioned don't be Immah what is Immah he said this is an insult this is a big insult in the Arabic language what do mean he says that a man Immah he has no manhood with him he can take no initiative he can do nothing start nothing good he is following the people he is sitting back as the Prophet he says who is the Immah the one that when the people do well is I'm with you and if the people do well he is like I'm with you too count me on Shaykh says subhanallah a person may insult you and say you are donkey or dog as he asks us what you say what would you say he said maybe somebody say man you the dog your mother and father and the rest of the family you all dogs and donkeys says we increase the evil as he says in our country we say if somebody you know throw you with some water he says man you gonna go throw them with blood no he says no it is not the case the prophet says your feet have to be firm upon this deen of Allah when the people do good yes do good with them when the people do evil no man you continue to do the which is good he says use these golden advices use it with your wife be kind to her if she make a mistake then give her a gift she gonna be like amazed subhanallah he gave me a gift and make a mistake and she gonna think subhanallah I have a good man he says likewise the wife when you see your husband do something that you don't like and he left the house and he is angry with you he says prepare yourself when he comes back you have prepared yourself in the best manner and greet him with a smile and with all good likewise you do this with your family members the Shaykh he says when you make a mistake you would love for the people to overlook your mistakes and to find you excuses do the same with them do the same with them this will bring harmony togetherness and unity of the hearts he says start somewhere Allah will bring the rest he says whenever you sincere in loving your brothers giving sincere advice taking good care of their whatever their honor their wealth their family members be sure Allah will make you successful for the rest shaykh says the hadith and the narrations of the prophet are many from them the prophet says the closest amongst the people to me on a day of judgment the one of the best members the prophet said to Abu do do you know the best and the most perfect of the people of dunya and the akhirah he says yes I want to know if you want to be better than them he says those who cut you off you go and visit them meaning your family members your kin he says you visit those who do not he says look if some of your family members they don't want to visit you don't want to deal with you but you go and visit them the first time the second thing they feel shy they feel bad and they begin to visit you and Allah is happy with you he said also you give those who deprive you people don't give you something but you give them when you have it you include them those who oppress you and wrong you you let them go and you forgive them likewise somebody who abuse you and insults you you forgive them shaykh says this is the akhla this is the good manners not just whenever somebody say something you said something worse than it no you absorb yourself with manners and the shaykh said we ask Allah and success and he said may Allah guide us because no one can guide us to it but you keep us away from evil manners because there is no one that can keep us away from them except you we ask Allah guidance taqwa and abstinence from sins and the tawfiq is with Allah that is a 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